بسم الله الرحمن الرحيم. ده الدرس الثاني من مقرر مادة حقوق الإنسان أو Human Rights. هنتكلم النهاردة عن ثاني محاضرة في المنهج أو ثاني درس في المقرر. وهو التزامات الدولة تجاه حقوق الإنسان أو State Obligations Arise from Human Rights. المفروض انك تكون ماشي معي بالترتيب سمعت الدرس اللي فات. لو انت يعني متابع معي. تكون سمعت الدرس اللي فات عشان تقام ماشي معي سلمة بسلمة. لحد ان شاء الله ما تفهم الكورس ده كله بالتفصيل. وتطلع منه مستفيد فايدة في المنهج ومتقن للمنهج وتعفت حل في امتحان وكمان تكون فهمة الكورس ككل. والنهاردة ان شاء الله هحاول بإذن الواحد لأحد يعني هحاول مطولش بإذن الله ما تلاقش يعني. فلو انت سمعت معي الدرس اللي فات فانت فاهم نظام الشغل بيقى فيه فيهرس. منحل في الاخر اسئلة. انا للصراحة مخلصش الورق فمش عارف بقم سأل. ثم تقريبا خمسين. بابدأ في الاول بكتب لك الورق اهو تعال الشرح بالتفصيل الممل. والسلايدز بما انها كانت ملعبك شوية فانا كتبتها من جديد. عندي هنا بشكل انضف شوية. وهتلاقي بعد كل حتة من السلايدز من الخسارك في سورة نقاط بالترتيب واحد اثنين ثلاثة. طب هل وراها على خاصة في نقطة واحدها لا بكمل اربعة خمسة ستة. لحد ما هتيجي في اخر الشرحة خالص انزل بسرعة. هتلاقي حتى كل مشروح بالعربي طبعا بالتفصيل الممل. لو عايز تقرأ الكلام ده وتكتفي بيعني الحلقة براحتك. بس يعني حاول تجمع من الاثنين لو انت عايز الفايدة كاملة. هتلاقي في الاخر الدرس كله في تمانية وعشرين نقطة. حاطة تتهملك فوق بعض. عشان لما تحب تذاكر تنفتح الفايل ده وتقعد تقرأ الفايل ده واحدة واحدة دول تمانية وعشرين نقطة. فيهم الدرس كله بالتفصيل ورا بعض. يعني الدرس باختصار. وبعدها الاسئلة هتلاقي اسئلة برضو نفس الكلام بالتفصيل. لحد كام سؤال حوالي خمسين سؤال النهاردة. ان شاء الله لسه ما كاملتمش بس يبقوا تقريبا لخمسين سؤال. فده اول حاجة. الدرس اللي فاتت كلمنا عن ايه؟ احنا بندرس مقرر مادة مادة اسمها حقوق الانسان. بنتكلم الانسان. عايزين لو نعرف فواري حقوق ايه. فلازم ان ندرس حقوق الانسان. اول درس خدنا فيها كان مقدمة لحقوق الانسان. واحنا عشان الناس فاهمين في ابجديات البحث العلمي. فأبما ندرس لك الكورس. ادنا لك حلقة في الاول خلص بتكلمك عن ايه؟ عن يعني ايه حقوق الانسان. ايه التعريفات بتاعت الحقوق الانسان. من ناحية عامة. من ناحية قانونية. ليه from legal standpoint اللي خدناها. بعدها دي اكت اول نقطة. اول تلت من الحلقة. كلمتك عن حقوق الانسان كتعريفات. بعدها ادتك امثلة على حقوق الانسان. الحقوق المدنية والسياسية. بعدها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ده اللي هو النوع التاني او الفئة التانية. بعدها الفئة التالتة اللي هي حقوق الجماعات. الحاجات ال collective rights. اخر حاجة خالص. خدنا التلت التالت من الحلقة بيتكلم عن المبادئ الاربعة. اللي بتوصف حقوق الانسان. حقوق الانسان لازم تكون بشكل عام كده هو. اللي بتتصف فيه. لازم ان كلها تتصف انها عالمية. وغير قابلة للتجزيق. وغير قابلة للتصرف. وتكون مفاشة ميز. كل ده خدنا الدرس اللي فات. كل درس اعرف من هنا او راح الشغل. عشان اعرفك تذاكر انت ازاي زي ما قلتلك. اعلمك تصطاد ما تدكش سمك. انا مش عايز بديك سمك. انا عايز اخليك تعرف تذاكر انت ازاي. عشان ما تقولش انا زاكرت وانسيت اعمل سيف. لا انا بعرفك تعمل سيف ازاي. هتبدأ الدرس النهاردة لو بدأته كده وخلاص. انت بتعمل اي كلام كده. هتنسى كل المنهج بعد ما تخلص. قبل ما تبدأ هرجع معك الدرس اللي فات كله. ولازم تسمع المراجعة دي. مش هتكمل ثلاث داية ولا خمس داية. بص في الطايم لاين تحت. حلو. هتمر على الدرس بسرعة كده. وتفتكر كل ما احنا اخدناه. لو هتسمع الدرس اللي فات بالتفصيل وفيهمه صح. هيحس ان دات احنا بنقول اي ايه. يعني مخه هيبقى قدامه الشريف بتاع الفيديو كله بيتكرر كده. اول حاجة اقول ان حقوق الانسان. هي انا مش مش هترجم انا ها اقرأ وانت عينك مع الموز كده. حقوق الانسان. هي الحقوق اللي انسان بيكتسبها عشان هو انسان. عشان عنده كرامة كونه انسان. عنده دي جنيتي. أو الكرامة الإنسانية ودي لها فضيلة عشان كده دينا له حقوق بما أنه ليه فضيلة عن بيئة المخلوقات الهيومن رايس دي حقوق هي الأساسيات خالص من الحقوق لا تطلق إلا على الحقوق الأساسية زي حق الحياة حق الحرية حق الطعام والشرب مش بتتكلم حقوق التكميلية أو الحاجات اللي هي الرفاهيات لا بنتكلم عن حقوق اللي هي البيسيك إيه دي تاني نقطة بعدها الحقوق دي بتعرف العلاقة بين مين ومين بين اللي هياخد الحق وبين اللي هيدي الحق فبنقول بين الأفراد الانديفجولز وهياكل السلطة خاصة الدولة يبقى هي بتعرف العلاقة بين الطرفين دول واحد هيدي الحق والتاني هياخد الحق اللي هو الانديفجولز أو الأفراد قلنا في آخر 250 سنة بدأت تظهر خاصة بداية من الثورات الفرنسية والأمريكية ودي اللي عادنا فيها ساعة الدرس اللي فات وضل دائع الوقت شوية حلو كانت في أواخر القرن التمنتاشر بدأت فكرة حول الإنسان تظهر بعد إيه؟ بعد حدوث تلك السورات وما كان فيها من دماء وكلمنا عادنا نتكلم عنه الدرس اللي فات بدأ الناس يتجهوا لفكرة من 250 سنة مات يلا يا جماعة نحط حاجات تضمن للناس أو تكفل للمواطنين حقوق تجمع بينهم فبدأت تظهر حركات تدعو إلى تمكين تدعو إلى تمكين وتسيطر على أماكن القوة أو الناس اللي معاهم القوة عشان ما يستغلبهاش بطريقة خاطئة خاصة للحكومات طب إيه تعريف الحقوق الإنسان من ناحية قانونية؟ قلنا هي مجموعة الحقوق الفردية والجماعية اللي بيعترف بها من قبل الدول في الدستير الخاصة بها لازم تكون فاكرة كان دا بالتفصيل من ساعة الحرب العامات التانية نشأ ما يسمى أو تم هيكلة ما يسمى بمنظمة الأمم المتحدة أو الـ United Nations حلق ودي لعبة دورا رائدا من ساعتها في إقرار وتثبيت ويعني تحليت إيه؟ نخلي هومن رايتس حاجات حلوة نحط حقوق إنسان جميلة فاللي ساهمت قوي ولعبة دورا رائدا في تثبيت عمدة حقوق الإنسان كانت منظمة الأمم المتحدة من إمتى؟ من الحرب العامات التانية اللي سمعت درس اللي فات فاكر اللي أنا قلت له اللي هيجي يقول مثلا الـ United Nations موجودة من 500 سنة فده مش فهم أي حاجة لأ أنا عرفتك إتعاملت إمتى؟ عشان لما أقول لك من أيام الحرب العامات التانية تو أنت فاهم التاريخ ماشي إزاي بالبلد دي كده ده التلت الأولي من الحلقة تعريفات التلت التاني أسمنا الحقوق قلنا الحقوق هي إيه؟ تلتة كاتجوريز تلت فئات سمناهم تلتة جينيريشنز تلت أجيال من الحقوق تلتة أوردرز تلت درجات تلت رتب أقول لك الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة أو الجيل الأول من الحقوق أو الفئة الأولى من الحقوق الفئة الثانية الفئة الثالثة الحيط الثانية لا نمتعش درس الفئة بالتفصيل لكن أبأكد لك عليها عشان هتجي في الأسئلة يجي يقول لك إيه هي الفئة الأولى من الحقوق أو إيه هو الجيل الأول من الحقوق الحقوق الأساسية أوي اللي هي الحقوق المدنية والسياسية. دي بيطلق عليها فرست جنريشن اوف هومن رايتس. لعملت سيرج كده بسيط هتطلع لك ايه? فرست جنريشن اوف هومن رايتس هي السيفل والبوليتيكال رايتس. دي عبارة عن حقك في ايه? اغلبها حاجات سلبية. اغلبها آآ سلبية يعني ايه? مطلوب من الناس عشان يؤدوا الحق ده انه ما ياخدهوهش مني. يعني حقي في الحياة. عشان تديني حقي في الحياة محتاج تعمل ايه? منتخدش حياتي. بس كده خلصنا. حلو? وحقي في ان انا متعذبش ولا اتعمل معاملة غير ادمية. حقي في ان انا لا استعبد ولا اتحط في عمل تحت السخرة. ولا ان انا بقى عبدا عند حد ولا اخدم حد بشكل قائل اللي هو الخدمة او ان انا بقى خدام يعني. كل ده انا حر. فمن فكرة فانفعش تستعبدني. دي كلها من الحقوق المدنية والسياسية. نخش على الجانب السياسي. ليك حرية لك حق الحرية والامن الشخصي. وحق الناس المحتجزين في ان يعاملوا معاملة ادمية. كل دي حق في الحياة. حق ايه? تتعلق بحياة البني ادم. حاجات اساسية جدا. وحقه في ان يتحرك. حقه في ان يتحكم محاكمة عادلة. وكذلك حقه في ان يفكر. ويبقى عنده رأي وينزل انتخابات. ويمنع من الدعاية للحرب في في البلد اللي هو عايش فيها. وانه يعرف ابني عائلة لان دي من من اساسيات حياته. العائلة هي ايه? اساس المجتمع. نواة المجتمع الاولى. حلق وحقه في ان يشارك في المؤسسات تحت الدولة. ويدخل الانتخابات ويصوت في الانتخابات. ويبقى عنده مساواة قدام القانون. وانه لا يميز بينه وبين الاخرين. عند القانون ده بنسميه. كل دي بنسميه حقوق مدنية وسياسية. وشرحناها بالتفصيل او الدرس اللي فات. اظنك فاكرها دلوقتي. امش اقول لك ايش عايز اتحفظ حاجة. انا عايزك بس فاكر المعلومة. وهي اتحفظ. ده انا اعنيه بالحفظ. هي كده في دماغك. خلاص. ده انا عايزة. طب النص التاني منها او التلت التاني. اللي هو الجيل الثاني من الحقوق الانسانية. بيتكلم عن الحاجات اللي فيها فلوس بالبلد كده. اللي هي الحاجات الاكتصادية. اللي فيها شغل بقى. وفيها تعليم وصحة. كل دي فلوس. حاجات فيها ايه? حاجات تابعة للبلد. حاجات اقتصاد. اول كدنا بتيجوا قدام الناس في كلمة الاقتصادي يقول لك ايه? التعليم بتاعة الدولة. الصحة بتاعة الدولة. الشغل. اه. ترى علاقتي بالنقابات. كل دي حاجات ايه بتاعة شغل. وكمان الحاجات السوشيال. حاجات الاجتماعية. زي الامن الاجتماعي. ان انا محدش تنمر علي. ولا حد يعمل. مش عارف ايه. والامن للعائلة. وحماية العائلة. من ناحية الاجتماعية. كل دي حاجات سوشيال. فهي ايكونوميك يا سوشيال. يعني تشمل ده كله في الاخر برضه. فوراية توورك حقك في العمل. وحقك في ان العمل يبقى بتاعته مناسبة وحلوة. وحقك في انك تنضمن للنقابات العملية. وحقك في ان ده كله حاجات تابعة العمل زي ما قلنا. تابعة الايكونوميك. وبرضه حقك في ان يبقى عندك امن اجتماعي. وان يبقى العائلة بتاعتك محمية. وان يبقى عندك مستوى معيشة مناسب يشمل الاكل والشرب والمسكن والصحة والتعليم كل دي حاجات اقتصادية. فده كله او الجيل الثالث من الحقوق هي الحاجات الجماعية. اللي بتكلم عن حق الشعب كله على بعضه كده. او حقوق المجموعات. حقوق الكتل. التكتلات البشرية اللي موجودة في الدولة. حلو. فحقهم في ايه? حق الشعب مثلا. في ان يقرر المصير بتاعه. ويختار الحاكم ويختار مش عارف ايه ويختار مجلس النواب. حقه في تقرير مصيره. هلو الدول اللي عايز تستقل بذاتها عن الاحتلالات او الكلام زي كده كله. حقها في ان تتطور ويرتفع مستواها. ده كله من حقها. من ابسط حقها كمان. وحقها في ان تستخدم ثروتها وان لا تنتهك. هي ولا ثروتهم ولا مصادرهم الطبيعية. زي المية والبترول وكلام ده كله. محرش يجي اخدهم. حقوم في في السلام في البيس. حقوم في بيئة نظيفة. كل ده بنسميه خمس حاجات دول بنسميه من حقوق الشعب. من حقوق الشعوب. حلو. وكمان ممكن نضيف لها بعض الحقوق الاخرى. اللي هي الحقوق الثانية. زي ايه? حقوق المينورتيز. الاقليات. سواء اقليات لغوية. الناس بيكلموا لغة معنا في بلد كلها بتكلم لغة تانية. ليهم حق. ليهم لازم ان التعليم مناسب ليهم. لازم ان نحط لهم كتب بلغتهم. لازم ان نعمل لهم حاجات تناسب لغتهم الى اخيره في المؤسسات الحكومية. كل ده من حقوق الاقليات اللغوية او الاقليات الدينية. واننا نعمل لهم دور عبادة وعمل لهم اماكن تناسبهم. وما انتهكش. ما انتهكش للحاجات الاعراف بتاعتهم او التقاليد او الاعتقادات. كل ده من الحقوق الاقليات الدينية. والاقليات الاثنية او اللي هي الاثناء او او ц digni minor times. اللي هي الاعراق او اللي هي زي سكان الااصليين كده شبهها ايه اسمها ايه? اهل البلد يعني. وناشنال الاقليات القومية. كل ده له حقوق. دي منسميها collective rights.. تنزل اكتاحت over the third generation. من اللي ايه? من الحقوق الانسان? والحقوق السكان الفاصليين. ال indigenous people. كτούnio داشر رحنا بالتفصيل الرئيسية. اللي بتوصف حقوق الإنسان. حقوق الإنسان كلها ليها أوصاف سبتة. ان كلها يونيفرسل. كلها لازم تطبق عالميا. مفيش فرقة بينها وبين أي حد بتطبق بشكل عالمي. مليش دعا بالشرق ولا بالغرب ولا بالشمال ولا بالجنوب. بتطبق حلو قولنا انها ار فورين تونو كالشر. مفيش كالشر ما تعرفهاش. و نيتف تو اول نيشن. وكل الأمم تعرفها. فبالتالي هي ايه؟ يجب ان تنترشها بعضهم يعني هم هم أصل. فهي بالتالي هي اونيفرسل. ونقشة ساعتها هل هي ويسترن كونسبت ولا لأ؟ والنتيجة كانت انها مش ويسترن كونسبت هي فكرة عالمية. فكرة مشهورة عند كل الدول. الحاجة الثانية لها انها انيلينابول. ان ايليين اللي هو ايليين عارف الفضاء. شبهه كده في الكلمة يعني. انيلينابول يعني غير قابلة للتصرف. ما ينفعش حد يبي ضيفستد اف هز ار هير. محدش ينفع ان يجرد من حقه الانسانية. محدش ينفع يسلب حقوقه الانسانية. فهي حقوق غير قابلة للتصرف. في حقوق تانية ممكن ان تتصرف فيها؟ ممكن وارد. قابلة في الذهن. لك احب الكلمة ذاتي حقوق الانسانية. ما ينفعش تجرد بحق بحالة من الاحوال. ما ينفعش حد يسلب حقق في الحياة. ولا في التصويت في الانتخابات. ولا حقك مش عارف ايه كل دي حقوق مكفولة للجميع. الا في حالة انك ارتكادت جريمة يعقب عليها القانون بعقومة معينة تحت طاولة القانون. هي اللي تطلع الحكم ده عليك. لما تكون قتلت حد هي ايه؟ تطلع عليك حكم القصاص. الحبسة او القتل او حسب بقى ما المحكمة تقرر. ده حكم محكمة. حكم قضائي. لكن في غير كده ما ينفعش ان يبني ادم. ما ينفعش حد يجرد من حقوقه الانسانية. يبقى اينفرسل. الحاجة الثانية انديفزيبول اند انتردبند وغير قابلة للتجزئة او مطربطة هي مطربطة انتردبندن. الحقوق كلها معتمدة على بعضها. الاخلال باي حق منهم هيضر بمجموعة كبيرة جدا من الحقوق الاخرى. فبالتالي هي غير قابلة للتجزئة. فحش طبق حبة حقوق وارمي حبة حقوق. مفاش اكل الناس بستسلب حياتهم. طبعا ده عكي يعني ده كده ايه? بعشيه عشان اتغذى به. ده مش منطق خالب. فالمساس باي حق من الحقوق يعوده بالسلبي دوما على كثير من الحقوق الاخرى. فعشان كده هي انديفزيبول انت انتردبندن. ده كلش رحنا بالتفصيل. اخر حاجة في الدرس كان المبدأ الرابع واني كل الحقوق دي لازم ان يتحقق فيها مبدأ النندسكريمينيشن. مبدأ عدم التمييز. ما ينفعش اقولك اصل ده اه عنده لغة غير التاني او سكس او اه جنس معين غير التاني او ريس او كالر او لانجوج او ريليجن او بوليتيكال اوبينين او ناشنال او اثنيك او اوريجن. كل الحاجات دي او ان هو من مينورتي معينة. كل ده لا يسمح لي باي حالة من الاحوال ان انا اميز بينه وبين الشخص التاني في اعطاءه للحقوق. الكله على حد دين سواء في الحقوق دي. الحقوق الاساسية. عشان كده عرفناها انها المست منتكلم في الحقوق التكملية. ما تجيش تقول لي ما هو انا مختلف عنه زيت الدينة وهو نفس الحقوق. ايوة دي في حاجات التكمليات. لكن في حقه في الحياة في حقه في الحرية. في حقه في الحركة في حقه ما يفعش اجراده من الحاجات دي. حتى لو كان مالوش اي وجود. بص مالوش اي اتفاق معايا في الاصل. لا لغة مشتركة ولا دين مشترك ولا لون مشترك. ده كله لا يسوي غلية باي حال ان انا انتهج حقوقه الانسانية. ده كده الدرس اللي فات. دي مُرجعتك نفوض تعملها قبل كل درس. عايز ابهراج بقع بقى الدرس الجاه هارجع عالدرسين اللي فاتوا. وهقسمناك المأنا مثل 2 بلوكات. كل بلوك هنعمل مراجع عليه. مش هفضل راجع يعني لأ الدرس الجاه هارجع للدرسين اللي فاتوا. الدرس الرابعة هارجع آخر 3 دروس ونبدأ في الرابعة ونوقف. وفي الدرس الخامس €. نراجع اللي بيطول معي هو الصبورة يعني بشر حاجة على الصبورة ده اللي بيطول لاني بتعمق جامد في حاجات ملاش يعني مش مش داعي اني حنتكلم فيها فحاول التزم دايما دلاتي اي 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 ان خلص بس ديك خلاص اللي هنتكلم عنه النهاردة وبعدها هنقرأ من السلايدز على طول وان شاء الله مش هنطول يعني النهاردة هنتكلم عن كم حاجة هنتكلم عن واحد اثنين ثلاثة ثلاث موضوعات رئيسية وزي ما بيقول دايما لازم تذاكر كده والله يا ابني لو بتذاكر سرد وخلاص انت يعني انت انت طبيعي بس يعني طبيعي ما تفهمش طبيعي ما تقاش عايف تحفظ لازم تقسم الحاجة لمشكلات اصغر في اصغر لحد ما تصل للباسيك يونت احفظها بقى ده اللي تقدر تحفظه فالدرس كله بيتكلم عن ثلاث حاجات اول حاجة هنتكلم عن ثلاث اه 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 اولا الدرس كله بيتكلم اسمه اي اصلا عشان بس قبل ما تكلم اسمه ننزلي تحت اي او كده اسمه state انا عمله باختصار state obligation نهاردة فيه كلمات كتير او انجليزي م او الحكومة او السلطة السيادية في البلد الشخص اللي ليه سلطة في البلد اللي حم نتكلم عنها في اي دولة في العالم اسمها state الدولة obligations يعني التزامات لما قولك انت ملزم بكذا شفت الترند انا مش ملزمة وهو ملزم والحاجات المتخلفة دي هو ده انت ملزم بكذا الدولة ملزمة بايه طب ملزمة بايه من ناحية ايه هل من ناحية مسلا اه 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 جانب معين من جوانب الحياة لا اه من الكلم هنا التزام الدولة من اتجاه او من ناحية حقوق الانسان حقوق الانسان عشان نطبقها ايه اللي الدولة محتاجة تعمله بشكل الزامي بالنسبة لها ولازم تعمله عشان نطبق حقوق الانسان ماذا يجب على الدولة في ملف حقوق الانسان ايه اللي لازم الدولة تعمله فيما يتعلق بحقوق الانسان كل دي معاني واحدة بتوشيل لنفس الشيء اللي هو state obligations فليه بنجيب قبل مبدأ بس بعد ما قولك بعد ما قولك تقسمتها اتكلم عن النقطة دي ليه اصلا محتاجين ال state وليه بندرسها في اول نقطة خالص لان حقوق ال الانسان لن تنفذ بغير جهة سيادية ترعى تلك الحقوق وتمنع من يعتدي عليها لو انت حطيت حقوق كده قلت يالله جماعة اللي عايز ينفذ واللي مش عايز ما ينفذ طبيعي الناس كلها تسرق بعضها وتاكل بعضها والحرامي هيسرق والالتال هيقتل والدنيا هتبقى خربانه فلازم الدولة اللي هي سلطة سيادية معها جيش وشرطة ومعها قضاء معها سلطات معها سلاح معها قوة هي اللي تتولى عملية تصريف الحقوق دي ولازم ان يبقى عليها التزامات تجاه تلك الحقوق ففي البلد هنتكلم في الدرس ده عن ايه هنناقش القضية دي عن ايه خلاص هنتكلمنا زي ما قلت لك في الدرس الفاتحة عن مقدمة في حقول انسان هده ناخد الموضوعات دي بقى ايه واحدة واحدة بالتفصيل هناخد الدولة ايه الواجبات اللي عليها بعد كده الدرس الجيه هنتكلم عن الحقوق الاخرى بالتفصيل نمسك حق الحياة نتكلم عنه بالتفصيل الممل بعد كده حق التعليم بعد كده مش حق اناتكلم حقات كتيرة بالتفصيل فخلينا نمشي حتة حتة ايه هي التزامات الد ده هنتكلم عنه فيه تلات نقاط رئيسية. اول نقطة هنتكلم عن تلات التزامات اساسية على الدولة مفيش مفر منهم وده اكتر جزء على الدرس اكتر الوزن الدرس كله او الويد بتاع الدرس كله مركز في نقطة الاولى هنتكلم عن التلات التزامات التي تجبه على الدولة الواجب الاول على الدولة واجب الاحترام بعدها واجب الحماية بعد كده واجب التكميل او التلبية او لو نسميه بقى بالانجليش ديوتي تو ريسبكت وديوتي تو بروتكت وديوتي تو فلفل هنتكلم عن التلات دول بالتفصيل يبقى اول حاجة نتكلم عن التلات حقوق دول بعدها نتكلم عن ومعاهم خلي بالك معاهم كده هو زائد امثلة على الحقوق ونمسك نطبع عليها التزامات الدولة يعني هنجيب حق الحياة ونقولك ماذا يجبه على الدولة تجاه تطبيق حق الحياة ونبدأ نطبق التلات اللي فوق دول نوديك هتطبقه زائع على كل الحقوق كلام ده عملي وجميل جدا والله زداني انا يعني عكس الرأي اللي انت متوقعه ان انا اقولك المادة دي ما لهاش لازمة وحفظها وخلاص انا بشوف ان المواد دي اهم من كتير من مواد التخصصية اصلا لانت هتطلع مهندس لو ما عندكش الجوانب دي جوه مخك زدان انت خسران فهو هيكلمك عن تطبيق شامل هيبدأ يمسك التلات التزامات اللي تجيب على الدولة ويطبقهم لك على كل الحقوق اللي انت خدتها باختصار طبع هيديك حق الحياة حق الصحة حق الطعام حق عدم التعذيب كل دول يطبق لك عليهم ماذا يجب هيجواب لك على السؤال ماذا يجب على الدولة اتجاه تطبيق حقي كذا بس يقولك الدولة مفروض تعمل ايه الدولة مفروض تحترم الحق ده ازاي مفروض تحمي الحق ده ازاي المفروض تلبي او تكمل او ايه تتعزز هذا الحق ازاي ده من سميه duty to fulfill لو التعزيز او التكميل او التلبية او الاكمال حلق ده النقطة الاوانية ودي عليها اغلب الاسئلة بص لو اللي انحلل نرضى خمسين سؤال في منهم تسعة واربين على النقطة على الربق التلت ده البقى هنتكلم عن شراءة مفاهيم بالسريع كده مفاهيم حلوة ولكن متفرقة هي ليه علاقة بالدولة ولكن ايه مش مفاهيم متفرقة كده اول واحد فيما هنتكلم عن حاجة اسمها البروجريسيف بروغريسيف رياليزيشن الهو بنسميه الاصلاح التدريجي بيقول لك هل انت بعد ما قلت لك التزامات الدولة والدولة المفروض تعمل ايه نحي تح هو الانسان هل ده في ارض الواقع بيقى معمولة على طول يعني هندوس على الضرار نعمله لا طبعا فبيقول لك ازاي الدولة المفروض انها تبدأ تدريجيا تصل الى هذا المستوى تصل الى تطبيق حقوق الانسان وتأدية تلك الالتزامات المفروض عليها بشكل تدريجي على الاقل تبدأ بالاساسيات هي كلمك عن المفهوم اللي انا قلت ده احرفين انا شرحتها خلاص هو ده كلام تفهي جدا يعني الحاجة التالتة او الاخيرة هيكلمك عن حاجة اسمها الريميديز ريميديز ايه هي الريميديز اللي هي اه مكاتب الانتصاف او حق الانتصاف حق الانتصاف يعني ايه يعني بعد ما الدولة عليها التزامات معاينة تجاه حقوق الانسان ولازم ان تطبعها بشكل تدريجي لازم تخد لي حقي لو تم انتهاج احد تلك الحقوق احنا في اللي فات ده بنتكلم عن ان الدولة المفروض تعمل ايه في الحقوق هنا بنتكلم بقى لو الحق انتهك وبعد انتهك ونعمل ايه هنا ده كله قبل انتهك الحق هنا بتحاول تحميني قبل ما الحق ينتهك بتحاول تحترم الحق قبل ما ينتهك بتحاول تكمل او تعزز او تقوي أو تخلي للاحق ده أحسن في الخطوة التالتة في الانتزام التالت ده كله قبل الحقوق أبدا ما يحصل انتهاك للحقوق طيب افرد حصل انتهاك للحقوق يجي دور النقطة الثالثة ده هيا الريمديز لازم تعمل مكاتب أو تعمل ما يسمى بحق الانتصاف القانوني ده بيسموه كده علماء القانون بيسموه كده علم الإنتصاد أو حق الانتصاف القانوني أنا ليه حق أروح للنائب العام أقول له أنه عايز أخد حقي من فلان اللي ظلمني كل ده من سميه ريميديز أو دوميستيك ريميديز ريميدي اللي هي شبهة كلمة علاج هي معناها هنا بقى حق الانتصاف هكلمك عنها بالتفصيل لما يجي دورها ده اللي هنأكلم عنه النهاردة باختصار يعني باختصار شديد هم دور الثلاث نقطة خلينا نمسك أول واحدة وننجز على طول أول نقطة هكلمك عنها اللي هي التلت الأولين اللي هنأخد فيه وقت طويل زي ما قلت لك لأنه ده أصلا عمود الدرس حلو ليه أصلا قد أقول لك State Obligations التزامات الدولة أو التزامات الدولة ليه محتاجين ندرس النقطة دي ليه محتاج دولة ويبقى لها التزامات تجاه حول إنسان ما نحط Human Rights ما نعمل كده هو ونكتب ورقة في الشارع ونحط أنت تخيل معاه المشهد الكارسي اللي هيحصل والحطة دي والله أنا مش قادر أمسك نفسي لازم نتكلم فيها من بره لازم نتكلم فيها بشكل يفيدك انت تخيل انت معايا أني شخص متسامح وجميل وكان دا للأسف يأكل مع الناس وهو كلام باطل مش كل الشعارات اللي تتقلك بنسميحنا دعاوة مش كل الدعاوة اللي تتقلك تصدقها على طول لازم تقيم عليها بيّنة ولو ما لقيتش بيّنة تقيم عليها الحجة دي وتثبت بيها صحة الكلام ولقيت بيّنة على عكس ذلك تنقض الكلام على طول مش أي رأي يتقلك عن نت فيه ناس بتمشوا والله كده للأسف فيه ناس عن نت ماشية ازاي شايف فيديو عجبوا الكلام حرّكوا بس خلاص دي صح يابني لقى فين فين طريق فين أسلوب البحث العلمي فين منهجية البحث العلمي تتعرض عليك قضية تمررها على فلتر البحث العلمي بتاعك حلو تبحث القضية تناقشها تقوم عليها البراهين سواء على صحتها أو على عدم صحتها لحد ما يثبت لك أحد النتائك وتكون داخل لعملية البحث العلمي بمجرد مجرد يعني إيه أعرف مجرد دي يقولك مجرد من ملابسه يعني آلع يعني أنت تكون داخل مجرد من أفكارك مجرد من اعتقاداتك ماينفعش واحد يخش يناقش قضية دي يحط على جنبه أنا بفيدك في مجال بشكل مبسط أوي يعني بسيط في حتة البحث العلمي ماينفعش من عدم أمانة الباحث أدي ميدان البحث العلمي إن الباحث الأمين بيخش الميدان البحث العلمي ده مجرد لا يحملوا معه شيء مش داخل عنده انطباعات مسبقة مش داخل عنده معلومات هي من دماغه صح بس هو داخل يأكد أنها صح لا بيبقى داخل مجرد من الحاجات دي كلها بيبدأ جوبا من دان البحث العلمي يبحث الحاجات الموجودة بالفعل الأراء كلها يجردها ويبدأ يمسك كل رأي يشوف هل البينات تؤيده أم تعارضه ليعرضه على ميزان العلم على ميزان الحقائق على ميزان النظريات على ميزان مش عارف إيه على ميزان العقل على ميزان الخبر على ميزان يبدأ يكون ده الراجل ده يدارس نظريات المعرفة أول حاجة لازم تدرسها في حياتك أبما تدرس هندسة وطب تدرس ما يسمى بنظرية المعرفة وتتعمق فيها وتاخد الإبستوملوجيا المتعلقة بها بتفصيل عشان تأم تيجي تدرس العلوم الباقية تعرف تطلع كلام مصبوط حيث احنا في زمن يكثر فيه ذلك الراجل الباحث ده لو هو عنده احترام لو هو محترم لنفسه هيخش ومجرد من إيه من الدعاوة السابقة عشان يطلع في الآخر برأيسة دي جميل كده هو فانت النهاردة لو قلتلك فيه شخص متسامح كده بيخش على النت متسامح دي حاجة ده إهانة ليه يعني بالشكل السيء التسامح السيء بيخش يقول له يا ابني ما إيه المشكلة مش محتاجين سلطات مش محتاجين أي حاجة ما نحط حقوق الإنسان في الشارع وكل اللي عايز يطبقها يطبقها ونص أحراره وسيب اللي يطبق يطبق واللي مش طبق عنه وطبق كلامي يبان في الظاهر أنه كويس ولكن عند وضعي على ميزان البحث العلمي أو على ميزان العلم يهوي يعني بشدة ليه؟ لأننا دلنا نتكلم عنه كمان دلنا نتكلم عنه حاليا أني فكرة الحاجة اللي بتقوم على مبدأ التسامح فقط الحاجة دي لا تقوم لها قائمة مش هيقوم لها قوائم لو قلت للناس في الشارع تخيل معي المشهد اللي عايز أتكلم فيه نرجع للموضوعنا حط في الشارع قيمة كده مكتوب فيها حقوق الإنسان وقل للناس طبقوا حقوق الإنسان دي قل للناس كده بينكم بين نفسكم بينكم بينهم ما يركوا طبقوا حقوق الإنسان محاش نطبق حاجة ولو طبق عشرة فيه ألف هيخلف ولو طبق ألف فيه واحد هيخلف فيه حرامي هيسرق مش طعف تمنعه فيه شرطي هيظلم فيه اسمه ايه التال هيقتل فيه مش عارف مين هيعمل ايه فيه أقليات هيتم التنمر عليهم زي ما الأمريكان بيعملوا كده بيتنمروا على السود لحد النهاردة مش أقول لك لحد قريب لحد النهاردة مشكلات قد جاد تحصل بسبب اسمها ايه العنصريات ضد السود الى آخره والعنصريات ضد المرأة في دول كثيرة والعنصريات ضد المسعارف كل دي انتهاك لمعايير حقوق الإنسان ايه العلاج الأسلم لتلك القضية اننا ما يبقاش عندي مجرد التسامح المزيف اللي هو ايه تسامح اعمال على بطال لا يبقى عندي تسامح زائد يبقى عندي مبدأ التكامل مبدأ الحكمة الحكمة هي ايه وضع الشيء في محله المناسب او وضع الشيء بشكله المناسب الحكمة ان انا احط جانب التسامح اي دولة عايز ابنيها ابنيها على جانب من التسامح جانب كبير وجانب من القوة والردع لمن يحتاجه ذلك عشان اقدر اددي بالحقوق لو انا تخيلت دولة مجرد بيتقال فيها الكلام نظري فيه تنظير للتنظير والفكر وجانب للردع والقوة عشان كده كان ده انا جاب لك عليها ابيات شعري هتقرأ لها كمان شوية فكرة نحن ليه محتاجين للدولة او لفكرة الدولة القوة الراضعة اللي معاها جيش وشرطة وقضاء ومؤسسات سيادية ومن تسميها نهاردة دولة مؤسسات ليه محتاجين للفكرة دي عشان تعطي كل ذي حق حقها عشان تقيم الحقوق تاخد الحق من الظالم وتدي صاحب الحق حلو ده اللي منسميها لازمة الدولة ومن هنا نشأ عنوان الدرس ليه في دولة هنجاوبتلك اوه عشان نحن محتاجين الدولة ولا بد عشان تدي كل واحد حقه لان من غير ذلك يجور الناس على بعضهم البعض وده يكون حق اخوه وده يدي الحق الغير مستحقه وده يستأثر بالامر او ياخد اكتر من غيره كل دي ظلم والله ما يحبش الكلام ده الله يكره الظلم عشان كده اقمنا فكرة الدول عشان تاخد الحق لمن لا يقدر على ايه على انتزاعه حلو فلازم يكون معها جانب القوة وانا بقول لك اهو قاعدة عامة فكرة الدول على مدى التاريخ كله لم تبنى دولة قط دولة قامت قط كده هو من اولا الاخيرة على التسامح فقط دي دولة خاوية التسامح ليه جانب كبير ولكن لابد معهم ايه من جانب القوة والردع عشان كده الشاعر كان يقول لو لاه لم نرى للدولات في زمن ما طال من عمد او قر من دهم تلك الشواهد تترى كل قاونة في الاعصر هنتكلم عليها هقرأهم لك كمان شوية احمد شوقي جايلك ابيات جميلة جدا ليه تعرفك مبدأ اقامة الدول طب انا بتكلم في ده ليه عشان والله زي ما اترك في عنوان الدرس مش هدفه اديك سمك انا هدف علامك تستاض لما تيجي تقرأ درس بعد كده وتلاقي عنوانه وريني كده تعال معي ما هي التزامات الدول انت كشخص عادي لا غلط هو ليه اصلا فيه التزامات للدولة هو ليه في دولة ابدأ اسأل على طول الاسئلة دي ليه في دولة قديني جاوبتك لازم يكون في دولة عشان ضرورة ان يقفى قوة راضعة تعطي الحق لما لا يقدر على انتزاعه طيب لو ما فيش ده هتفسر الدنيا فساد كبير جدا 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 وزي ما دتك معلومة اضافية قلتلك من امانة البحث العلمي لوحد دات قدامنا قضية عايزين ناقشها هل محتاجين دولة ولا مش محتاجين هل محتاجين قوة في نشر الفكر ولا يمكن الاكتفاء بالفكر فقط اللي جابة لا يمكن الاكتفاء بالفكر فقط لان زي ما فيه على وجه الارض ناس بتنتفع بالفكر وبتمشي وراه بتلتزم به فيه ناس او باش مفسدين في الارض ما بينتفعهش غير بالصوت بالصوت اللي هو بالسين تخبطه على دماغه بالبلد كده زي القتلى والمجرمين والارهابين والمفسدين فعشان كده نشأت فكرة التكاملية في انشاء الدول تقوم الدولة على عمودين عمود التسامح والرحمة والرفق والحلويات كلها وده كلام لا شك فيه ولكن لا يمكن ان تستغني عن المكان التاني اللي هو ايه القوة والردع قوة عشان تدافع عن ارضها قوة وردع عشان تدافع عن ارضها عن قيمها عن مبادئها وتعطي الحق لمن ايه لمن لا يقدر على انتزاعه ده اللي احنا احتاجنا من اجله فكرة الاستين بعدها ابدأ اكلمك بقى طب ايه هي اللي الدولة لازم تعمله عشان تدي الحقوق دي يبا ده خطوة تانية مش خطوة اولانية لازم الاول عرفك اهمية الدولة بعدين اعرفك ايه اللي المفوط بقى تعمله بعد كده دي الالتزامات ده عنوان الدرس طيب عشان كنت على قرأ معي الحتة دي جميلة جدا لازم يعني تطلع بالفايدة يعني تطلع بعنوة كاملة دي مثاله بيكلمك احمد شوي وهو من ابلغ من حكى تلك الفائدة او هذا المعنى المعنى لان اتراك ذاتي ده من احسن اللي عبر عنه انا اللي شفت في حياتي يعني في الاشعار او ده حد ده مقدار معلوماتي احمد شوقي عبر عنه بطريقة جميلة جدا بس جاب المثال هنا دولة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال لك فيها ايه اقرأ معي الشعر كده قالوا غزوتا ورسلوا الله ما بعثوا انا الشعر ده كله ده قصة هدف منها ثلاث اربع عبيات اطلعك بهم هيبقوا حكمة قاعدة في حياتك تفاهم بهم الدول تفاهم بهم اقامة الدول وتطبيق حقوق الانسان وغيرها قالوا غزوتا ورسلوا الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دمي بس بقى الرد بتاع ردوا عليهم جهل وتضليل احلام وسفسطة سفسطة كده مدينة كانت عنها كتير بكده هو اكتر مذهب منتشر في يومنا الحالي المعاصر هو مذهب السفسطة والله بلا مبلغة يا جماعة كنت بكلم ناس قريب كده حد مش واحد بس والله بينكر بينكر من بابه كده بينكر امكانية وصول العقل لحقيقة اي شيء بينكر حقائق الامور عشان كده قلت له يعني المستوى اللي انت فيه ده احنا خدناه في اول سطر في مقدمة متن العقائد بتاع شرح العقائد بتاع ترى بتاع النسافي والتفتة زيني اللي شرحه لما كان بيقول واعلم بان حقائق الاشياء ثابتة اول درسك اول سطر كان من موضوع في الاصر الشريف ايام ما بنروح للمشايخ كان يقولك واعلم بان حقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا لمين للسفستائيين او للسفستائية حقائق الاشياء ثابتة هو كان بينكر ده عشان كده بيقولك ده اكتر ماذا المنتشر في تمامنا وده اللي بيحصل في الايه في الدعاوة اللي زي كده ان الانبياء حربه وان ربنا بيبعدش حد يحارب عشان انت جاهل عشان انت مش متعلم عشان انت مو سفست مو سفست يعني تنكر حقائق الاشياء تنكر حقيقة ان الدولة لا تبنى بالتسامح فقط وان ده من العبث ده من العكب البلدي كده بتتبع اي حاجة تشوفها من غير ما تبقى عندك ميزان للبحث انا بسألك سؤال يا صديقي اللي بتسمعني لو انت عايز تطعب الدرس ده فايدة غير جواك طبيعة او الطبيعة الشخصية بتاعتك لو مجرب بتسمع حاجة عن نت ويعجبك تقول يعني السابة الوحيدة ان هي انها اقرعتك انها ايه عجبتني فلو سمحت لا احتفظ برأيك لنفسك ان دي طريقة غلط دي طريقة غلط جدا موضوع مش كده فهو يقول لهم جهل وتضليل احلام وسفستة فتحت بالسيف يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم لما اتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بمين بالجهال والعمم القاعدة اللي جاء ده البيت اللي انا عايزة وصلله أصلا ده أحد البيت اللي انا عايزة الأبيات الشارية اللي انا عايزها يقول لك والشره ان تلقه بالخير ضقت به ذرعا وان تلقه بالشر ينحسم عايزك تكررها نار ده ويردليك الشر الشر لو جالك وقابلته بالخير ضقت به ذرعا مش تتعرف تسيطر عليه لو لو روحت تقولي الحرامية في الشوارع في ورقة علاقته لكم على البيت بتقولكم ما تعملوش كذا يا وحش لا ما ينفعش مش دولة دي يا حبيبي عشكا لما تيجي تقرأ في تاريخ عن بعض الصور اللي على سبيل المثال في المثال بيتكلم عن أحمد شوئي في الإسلام لما تلاقي بعض الصور من القوة والردع يعرف ان ده من الحكمة من تكاملية الدين وده في نظرنا أنا الشخصي من أعظم الركائز اللي موجودة في الإسلام عندنا التكاملية دين مش رخو دين مش كده مش مايع مش مجرد دعاوة مش تنظير احنا بنبني دول بنبني أمم والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسمي وده يدي مثال على اضطهاد الفسدة وظلمه من المسيحيين وإن قد المسيحية تعبس في الحتة دي المسيحيين فعلا على مدى التاريخ أكتر ناس تظلموا كشعوب سيك من الحكام اللي مش كويسين أو الظلمة بقوت الحروب وكان ده لا الشعوب أكتر شعوب الظلمة هي شعوب المسيحية تظلموا فعلا سلي المسيحية الغراء كم شربت بالصاب من شهوات الظالم الغلمي طريدة الشرك يؤذيها ويوسعها في كل حين قتالا صاطع الحدم لولا حماة لها هبوا لنصرتها بالسيف من تفعت بالرفق والرحم وهي بدأ يكلم عن سيدنا عيسى صلى الله عليه وآله يقول لك لولا مكان لعيسى عند مرسله وحرمة وجبت للروح في القدم لسمر البدن الطهر الشريف على لوحين لم يخش مؤذيه ولم يجم أخ النبي وروح الله في نزل فوق السماء ودون العرش محترم وده يرجع لقصتنا تاني في بيت تحتنا محتاجه وصله بضروري قال لك علمتهم كل شيء يجهلون به حتى القتال وما فيه من الذمم دعوتهم لجهاد فيه سؤددهم والحرب قسط نظام الكوني والأممي الشطر ده أنا عايز الشطر ده اللي هو نص البيت التاني والحرب قسط نظام الكوني والأممي الحرب مش كلها مذمومة فيه حرب ضد الظلمة حرب لإعطاء الحقوق لأصحابها حرب لإقامة الدول حرب لمنع المفسدين دي ايه دي قسط نظام الكون لو انت مش شخص اللي هو تسامحي الساذج اللي هو عايز الدنيا كلها تسامح وخلاص وليه ستيت اوبليجيشنز لا والحرب قسط نظام الكوني والأممي هو بيأكد لك لو لاه لم نرى للدولات في زمن ما طال من عمد أو قر من دهمي لولا الفكرة دي كان زمن ولا دولة على مدى التاريخ أعدت أصلا تلك الشواهد تترى كل آونة في الأعصر الغري لا في الأعصر الدهمي بالأمس مالت عروش واعتلت سرر لو لا القذائف لم تثلم ولم تصمي الشياع وعيسى أعدوا كل قاصمة ولم نعد سوى حالات منقسمة دي مفتوحة المفروض لحد هنا ده كلام زي الفل ده كله عشان تفهم ايه عشان تفهم عنوان الدرس ستيت اوبليجيشنز ليه في ستيت وليه محتاجين يبقى فيها اوبليجيشنز عشان تطبق أو التزامات هي التي تلتزم بها في تطبيق حقوق الإنسان ايه للتزامات دي تلات التزامات لازم اي دولة اي دولة الموضوع يونيفيرسل الدرس اللي فات يونيفيرسل عام في كله اي دولة لازم تلتزم بثلاث حاجات رئيسية في تعاملها مع كل حقوق الإنسان كلها لازم يتطبق فيها الثلاثة دول الالتزامات الثلاثة اللي لازم للدولة تلتزم بها امتجاه اي حق من حقوق الإنسان اول واحد فيهم لازم للدولة تلتزم بها انها تحترم الحق فهنسميه ايه هنسميه اوبليجيشن اوبليجيشن تو ونفس الكلمة دي بالزبط اهي الالتزام بإحفاظ الترجمة لأنني بالله عليك والله كلمات كثيرة او انا اخذها النهاردة فكلام سهل لو مشيت معي او باول الازمن تلتزم بثلاث حاجات انها تعمل ايه انها تلتزم بإحترام هشرح لكل واحدة بالتفصيل وحماية كلام مشارح نفسه والله مش عارف محطين درس المنهج ده ليه اساسا عشان كده بحاول دفلك حاجات حاجات بسيطة الحاجة الاخيرة يبقى بتحترم وبتحمي والحاجة الاخيرة تكمل او تكمل او تعزز اللي هي تعمل ترجمة او حي ما تحبين معنى هنها عمليات تكميلية عمليات اعطائية عملات تلبي الحاجات الذين يريدونها حلو التالت حاجات دول معناهم ايي حق من حقوق الانسان ولي يكن حقال الحياة وليكن يكون حق البني ادم فى التعليم حقه فى الصحه حقه فى تصوي process الانتخابات كل الحاجات الأول لازم تعمل فيهم التالت حاجات دول التالت حاجات دول لازم ا Police Night Live تفهم ان هو حاجات اندا Looking at Islam Winter of Arab. درس المنهج ديت والحقوق ايجابية وحقوق سلبية سلبية يعني أنه لو حبيت أؤدي هذا الحق لك عليك، سيبقى عبارة عن أنه لا تفعل شيئا يعني مثلاً حق الإنسان في الحياة، لو أريد أن أؤدي وجبنا حايتك، فهي أهداف عملية سلبية لو لم أفعلتها، فأنا أفعلت ذلك على عليك وظيفت أنه لأفعل الحق، وهذا هو الحق. حقك أنه لم أفعل شيئاً لك، وأنه لن نسبتك في حالك، يبنى أن أدهتك حقك في الحياة لكن في حاجة تانية حقوق ايجابية لازم في عطاء في اعطاء مني لازم ان اديك حاجة زي حق الانسان مثلا في المرافق الصحية المستوى المناسب او حقه في مستوى معيشة كويس فده عشان اعمله لازم ان انا كدولة ادي لك حاجة ادي لك فلوس ادي لك اكل اديك شرب فدي حاجات فيها عطاء مش هينفع اقول لك والله هي حقك علينا نسيبك لأ اسيبك ايه هتموت من الجوع مش زي حق الحياة ففي حاجات بيقى فيها جانب سلبي وجانب ايجابي سلبي هنا معناها ان انا ما بعملكش حاجة قاعد زي زي ما انا كده هو انت كده اخذت حق ما قتلتكش ما عزبتكش ما استعبدتكش دي اسمها حقك في عدم الاستعباد واجبك عليه ناحية ان انا ما بعملكش حاجة اسكت اريفرين يعني امتنع عن ان انا اعمل لك حاجة وناخد ده بالتفصيل كمان شوية لكن الحول ايجابية ادي لك اعمل لك صح طيب اغلب كل الحول الانسانية كل الهيومن رايتز لازم الدولة تعمل اول حاجة ايه انها تحترم الحق ده والتحترم ده اغلب كOSEYBها بناطلقها على حاجات اسلبية يعني انت خرص شان انت بقي الليل عزب ن Liam sabay yani ايه سلبية يعني ايه سلبية رأزما الدولة تحترم الحق يعني ما تاخدوش منا بالبلد الكهات دولة تمتنع عن التدخل في الحق ده بالسلب ما تاخدوش منا له زي ايه زي اذا مثال لو ندنا ايه مسال هتحق الحياه مثلا حق الحياه ازاي الدولة تقدر تلتزم تجاه حق الحياه انها تحترمه Obligation to respect كيف هي الدولة تحترم حق الحياة بأنها لا تأخذش منك أنت كواحد مواطن عادي لا يأتيش شرطي في الشريع يقتلك هذه الدولة والشرطة تابعة الدولة لا يأتيش قضاء يحكم عليك بالإعدام بدون تهمة هذا كله اسمه إيه اسمه تعدي عليك فعشان الدولة تلتزم بحق أو بالتزام بال Obligation to respect أنها تحترم الحق بتالي حياة تعمله كيف؟ أنها تحترم حقك فإن لا تستلبك حياتك لا تأخذش منك حياتك بالبلد كده يعني تتوقف عن أخذ حياتك تمتنع هتلاقي كل الكلام لما نجيب أي حق من حقوق الإنسان ونقول إزاي نحترمه هيبقى الإجابة إيه؟ ما ناخدوش منك ما نعملش العملية الوحشة اللي فيه حق الإنسان في الطعام إزاي الدولة تحترم حقك في الطعام إنها ما تمنعكش من الأكل بس كده والله إزاي عشان كده كل الحقوق الإنسانية أي هيوم الريض هيتفرع في الثلاثة دول الثلاثة دول موجودين فيه بشكل أو بأخر بنسب معينة فكل الحقوق لازم نحترمها ولازم نحميها ولازم نكملها أو نعمل فيها عملية عطائية عملية عطاء هشرح لكل ده بالتفصيل يبقى أول حاجة لازم أن الدولة تحترم جميع الحقوق إنها ما تاخدهاش منك ما تسلوبهاش منك ما تسببش لها ضرر ما تعملش فيها مشكلة كل ده من ساميه هنشوف عليها أمثالها كتير قوي لما نقرأ أنا بديك لاتي ايه عالدرس كله عشان تقفهمت كل حاجة نخش نقرأ على طول الكلام الحاجة الثانية دي وظيفتها ايه إن الدولة تحميك من اللي جاي ياخد منك الحق ده أو من اللي جاي يعتدي على الحق بتاعك أو من اللي جاي يكدر عليك صفوك صفو حياتك يبواصلك الدنيا فهي بتدفع عنك ضد الآخرين ممكن ما نلخص الدنيا من الاتنين دول الأولين ده هو حق يتعلق بالحكومة خلي بك حتى دي بيخضف أصول الفقهة كده اللي هي ايه التعلقات وحتى في المنطق الحاجة دي تتعلق بايه متعلقات يقول لك متعلقات الإرادة احنا ما بنكلمينها عن متعلقات الالتزامات دي الالتزام بالاحترام التزام الدولة باحترام الحق أحد حقوق الإنسان يتعلق بالدولة نفسها الواجب ده واجب على الدولة تجاه نفسها إنها نفسها تحترمك وما تاخدش منك الحق لكن ده يتعلق بالآخرين الطرف الثالث اللي غيرك وغير الدولة بص اشرح لك الموضوعك ايه فيزيكال كده الدولة هي دي الدولة وده أنا حلو اهي سألنا وفيه طرف ثالث هشرح لك دولة اهو امسك دي الدولة حلو وده صاحب الحق انا صاحب الحق جميل وده طرف ثالث بنسميه ثعات ايه الطرف الثالث او الطرف الثالث الاطراف الخارجية حلو حد غيري وغير الدولة بس كده لو احنا في اي شركة اي حد برج شركة الطرف ثالث بنسميه طرف ثالث اطراف خارجية جميل حق الاحترام حق التزام الدولة بانها تحترم الحقوق الحقوق الانسانية حق الحياة عشان تحترم الدولة معناها انها هي نفسها ما تسلبش الحق فهو بيتعلق بالدولة نفسها هي نفسها ما تظلمكش هي نفسها ماتاخدش حقك. طيب حق الدولة. او قصلي التزام الدولة بانها تحميك. تحميك من مين. هل من نفسها لا. لو من نفسها ده الحق الاولاني بتاع الرسبيكت. الرسبيكت انها تحترم نفسها هي ذاتها. لكن تحميك من مين. من الثرد بارتي. لا تمنع ان الثرد بارتي يتدخل في حياتك. فممكن نعمل سهم كده. لان اقلفه لأ. الثرد بارتي لو حبي يعتدع عليك. فده من سميه ان الدولة لما تيجي تمنعه هيبدأ ايه بروتكت. دي معلومة ان الدولة تمنعك. منك يتم الاعتداء عليك من طرف تالي. طيب لو هي بتمنعك من نفسها. منها هي نفسها تعتدي عليك. ده الالتزام منها ما تعتديش عليك ده اسمه ايه? ده رسبيكت. الاحترام بيقى بينها وبينك. تحترم الحقيقة بتاعك يعني ما تاخدوش منك هي نفسها. الدولة ذات نفسها. وده واجب عليها. ولو ما عبرتوش الشعب بيخرج عليها وبيعمل مصايب زرق وبيطلع صورات وحورات. حلو. الحاجة التالتة. الالتزام بانها تكمل وتعطيك المستوى المناسب من الحق ده. حق الحياة مش مجرد انها تحترم. يعني ما تاخدوش منك. كده هيديته لك. لا. حق الحياة متوزع على التالت ايه? التالت افرع دول. عشان نقول ان اي حق من الحقوق اتعامل بشكل كامل. لازم يمر على التالت ايه? ارفرع دول. لازم يتم احترامه. ويتم حمايته. ويتم اكماله او تلبيته. او ايه? وصوله للمستوى المناسب. اول حق الحياة مثلا. لو حبينا احترمه. معناها ان الدولة ما تاخدوش منك. بس ده مش كفاية. مش مجرد من الدولة ما قتلتنيش. كده انا عايش حياة زي الفل. لا. ما هو لازم ما تقتلنيش. وما تخليش حد يقتلني. يا بلد ما تحميني. وكمان. ما تسيبنيش اعاد من غير اكل ولا شرب. وما تسيبنيش اعاد في مستوى معيشة زي القليل خالص. وتقول لي انا ستك ما قتلتكش. لا. ما مش لازم ما تقتلنيش. لا. انا عايزك كمان توفر لي سبل معيشة كويسة. ده بنسميه obligation to fulfill. التزام الدولة برفع مستوى الحق ده. مستوى تطبيق الحق. تخلي الحق ده مط بشكل جيد. فده كله بنسميه obligation to fulfill. انها تديلك مستوى معيشة كويس. مستوى اكل كويس. لو بنكلم الحق الاكل. مستوى تعليم كويس. لو بنكلم الحق التعليم. هنبدأ ناخد بقى كل الحق ونطبقها نمرها على التلات فلاتر دول. فالتلات دول عملية تكاملية بينهم. عشان نقول ان الحق ده تم تطبيقه بشكل سليم. يبدا النهاردة هنعلمك لما اقول لك الحق الانساني الفلاني. حق الانسان. قلنا حق مثلا الحياة. او حق الحرية. او حق التحرك. او التنقل اي واحدة من الدول عشان نقول انها تنفذ التنفيذ كامل. وان الدولة دي بتطبق حقوق الانسان. او بتطبق الحق الفلاني. وبتعطيه المواطنين. لازم تكون بتحترم وهي نفسها. لا تعتدى عليه. وبتمنع الاخرين من يعتدوا عليه. وبتكمله وتديلك حاجات زيادة عنه. وتخلي مستوى كويس. مستوى تطبيقه كويس. fulfill يعني تعزيز او تكميل او تلبية. تدولك بشكل كويس. يعني عملية اعطائية. يعني ده ممكن نقول ان الrespect عملية negative. هي ما بتاخدوش منك. هي نفسها. وال البروتكت. ممكن نقول انها بوزة فس بوزة الصغير. ممكن نعتبر بوزة فسوغان توكيا. ده ليه? هي بتدي لك حاجة. عارف ايه بتدولك الحماية. مجرد الحماية دي. ده عطاء. ان الشخص اللي قدامك اللي هي الدولة. ده عملية سلبية. هي ما ازتكش. ده الrespect عملية سلبية. لكن البروتكت هي بتدي لك حاجة. بس الحاجة دي معنوية شوية. حماية. بتدي لك حماية. لكن الفلفل ده عملية نموذج حلوة قوي على الايجابي. عملية ايجابية صرف. بتدي لك عطاء م تخلي لك مستوى الصحة حلو. لكن هنا بتكتفي انها ايه? ما ترميش سم في المية مثلا. فهي كده طالما ما ما رميتش فهي كده احترمت حق الصحة. لكن ده مش كافي. لازم تحميك من اللي لاوي يخرب. وكمان تحاول توصلك للمستوى جيد من ايه? من هذا المستوى في الصحة. فهمت الفكرة? فده حق سلبي. لكن اتنينتو حق ايجابية. ده ايجابي صغنطوت شوية. لانه مش يعني مفوش عطاء مباشر بالمعنى الحرفي. لكن هو يعتبر عطاء. اديتك حماية من الاخرين. طبعا ما الحاجة خرجت عن نفسها. عن نفس الحكومة. او عن نفس الاستيت. خرجت براها. فبقيت اسمها حاجة ايجابية. بقى فيه عطاء. حلو? لكن اللي يوضح في معنى العطاء جدا هو الابليجيشن توفيل. انت سبقى كل الكنده. الدولة ما التزامات الدولة تجاه حقوق الانسان. اي حق من حقوق الانسان تنت التزامات. انها تحترم الحق ده. يعني تمنع نفسها من تعتدي عليه. ها? وانها تدافع عن الحق ده او تحميك من الاعتداء عليك من قبل الاخرين من قبل الاطرا الخارجية. او لو نسميه. الحاجة التالتة ان نتحاول توصل بهذا الحق لمستوى جيد من التطبيق. توصلك لمستوى معيشة جيد. لمستوى حياة كويسة. لمستوى اكل كويس. لمستوى تعليم وصحة كويسين. الى اخري. لهو. ده عليه اغلب الاسئلة. لازم تفاهمهم كويس اوي. وهنقرأ ادلاتي عليهم امثلة كتير. جميل? طيب بعدها ناخد او ممكن نقرأ السلايدز وبعدين نرجع تاني. نشوف المفاهيم الفضلة. بس هو ده اغلب الدرس. افتح معي بقى السلايدز. وهيا بنا يا صديقي العزيز. ده طبعا كتب رجالك على الدرس اللي فاتت. ده بشرح لك ليه. ايه لازم تفكرة استيت. ليه في استيت عشان تطبع هو الانسان. ليه مش كل واحد يطبعه بمخه وخلاص. ده الاستراحة اللي قلنا عليها. اقرب معي السلايدز. وده اللي هيجي في المتحان. ده اللي لازم تفقى هرسه قويا. والترجم معي كل كلمة. اول حاجة بيقولك. ما هي الالتزامات التي يعني التزامات الدولة. ماذا يجب على الدولة من التزامات تجاه قضية حقوق الان يعني ايه. اللي طلعت نتيجة فكرة حول الانسان. لما توجدت حقوق الانسان. لان احنا لازم نجيب حد يطبقها. ايه اللي التزامات اللي نشأت عن تلك الفكرة. اللي احتاجناها من فكرة حول الانسان. اللي واجبت على الدولة. هيبدأ يكلمك بقى. بدأ ده مقدمة حلوة قوي. بيقول لك خلي بالك. احنا ممكن نقول بشكل نظري كده. بشكل عام. في المبدأ يعني على المبدأ العام. ممكن اي حد ينتاج حول الانسان. لكن في الوقت الحالي اللي احنا فيه. ظهرت الشركات الك الكبرى والمصانع والعصابات والميليشيات المسلحة والمش عارف الحكومات الايه. الحاجات اللي اسمي قصد المؤسسات المنايلة دي. كل الحاجات اللي ظهرت دي نشأ عنها. فكرة اعتداء على حقوق الانسان بشكل ممنهج بشكل منظم. فبما ان الحاجات دي كبيرة مش مجرد افراد. فبنضاء مش كافي ان انا اخد الحق منها فردي. فلازم ان نعمل فكرة الاستيت. ان الاستيت هي اللي تاخد الحق منها. يبا لو تسألت. ده سؤال في المنهج. ليه فكرة الاستيت اتعملت في حق الحقوق الانسان. عشان تقدر تاخد الحق من المنظمات الكبيرة. من الشركات. من العصابات المسلحة. يبقى في دولة معها سلاح وقوة تقدر تاخد الحق من الناس دول. او تمنعهم من الاعتداء على الحقوق. ما كانش الموضوع مجرد افراد. بصها بيقول لك ايه. although in principle على الرغم من انه يعني في المبدأ او بشكل نظري. human rights can be violated by any person or group. الحقوق الانسان ممكن يتم الاعتداء عليها من قبل اي فرد او اي جماعة. لكن ده مش اللي حصل دلوقتي. اللي حصل ذاتي in fact في الحقيقة. human rights abuses. الاعتداءات او المضايقات اللي تابعه هو الانسان. بيتم ارتكابها على خلفية العولمة. يعني عولمة. عولمة انك تعمل حاجة على مستوى العالم كله على حاجة عالمية. النهاردة بقى الموضوع عالمي بشكل غريب. بقى في الشركات عالمية. برندات عالمية. مصانع حتى عالمية موجود لها افرع كتيرة. كل الحاجات العالمية دي احتاجت مننا ان احنا نخرج برا دائرة المحلية اللي احنا عايشين فيها. موضوع مش ينفع يبقى بقى عادات العرب زي زمان. لا لازم في دول كبيرة وقانون دولي. قانون محلي. قانون دستير دولية. تربط علاقات ما بينه وببعضها. حد ياخد الحق وحد يديه الى اخره. فكل ده يقولك in fact human rights abuses. الانتهاكات حقوق الانسان. اللي بيتم ارتكابها بعد العولمة بتتم بايمين. بواسطة ناس مش تابع الحكومة. ناس الطرف التالي اللي بقولك عليه. non state يعني مش من الحكومة. ولا انا طبعا انا صاحب الحق. وهي حكومة. لا حد تالت بقى. non state actors يعني ناس غير الحكومة. هما اللي بينتهاكوا الحقوق دي. حلو. الناس دي في الحقيقة. مستوى انتهاكهم من الحقوق عالي جدا جدا جدا. او بيقولك بس بقى اللي بين قوسين ده. امثلة على non state actors. زي ايه? زي. فهتلاقي بين القوسين هنا بيدي لك بقى امثلة على non state actors او الناس اللي بيعملوا انتهاكات لحقوق الانسان. من غير الحكومة اللي هي المنظمات بقى والشركات والكلام ده. فبيقولك اول حاجة trans national corporations trans national يعني ايه اه حاجة عابرة للقوميات او للوطنيات. حاجة كده ايه? اه شركات عالمية. corporations يعني شركات. واعتبر دي شركات دولية يعني. trans national. trans حاجة ايه? متنقلة عابرة. هلو? و national قوميات. trans national corporations يعتبرها شركات دولية. هلو? organized crime. الجريمة الايه? المنظمة. فيه نهاردة منؤسسات كاملة بتعمل عمليات ارهابية او عمليات تخريبية بشكل منظم. بقى ليهم سلاح والليهم هيئات والليهم تمويل وكل ده. مش زي زمان. فالله هيقف ضدهم مش انا وانت. ضدهم حكومات. لازم حد تقيل. وبعدها زي ايه? international terrorism. الارهاب الدولي. بقى فيه ارهاب جامعات ارهابية دلاتي. موجودة في اكتر من دولة. الموضوع بقى مش مجرد حاجات محلية. زي داعش واخواتها. هل? guerrilla and paramilitary forces. guerrilla اللي هي العصابات المسلحة. العصابات المسلحة. اللي هي زي المافيا كده. فالحاجات دي برضه مش بما انها موجودة النهاردة. وبتنتاج حول انسان تقتل الناس وبتمنعهم من الاكل وبتعذبهم وبتعملهم. ده كله ما ين عنوان الدرس. state obligations. هي دي التزامات الدولة. نشأت لان الموضوع ما بقاش مجرد. اني any person بيعتد على الحقوق الانسان. ده بقى في ايه? abuses. او انتهجات بتنتهج بواسطة non state actors. ناس غير الحكومة مؤسسات. حلو? زي القوات اللي هي شبه شبيهة بالجيش. القوات اللي هي المنظمة ولكن مش تبعة للدولة. موجودة في اكتر من في دول كتيرة. بقى في جماعات كاملة جوة دولة معها سلاح ومنظمة ومدربة وكل حاجة ولكنها مش تبعة الدولة. في منها كتير بيعتداء على حقوق الانسان. لازم يتوقف ضده. ويتمنع من اللي اعتداء على حقوق الانسان. and even intergovernmental organizations. وكمان الشركات العالمية او الشركات الحكومية الدولية. حلو? كل دول ممكن نسميه non state actors. ودول بيسببوا او بيعملوا human rights abuses او انتهاكات لحقوق الانسان. حلو? والانتهاكات دي are on the increase. بتزداد. يعني اللي بينقص انت كل جملة اعتراضية. يعني في النص كده. لكن هي الجملة ايه? اني human rights abuses committed. حلو? by non state actors are on the increase. بتزداد. يعني بيقول لك على الرغم من اني بشكل منطقي. بشكل نظري كده. اني حقوق الانسان ممكن تنتهك بواسطة اي شخص. لكن في الحقيقة هي بتنتهك. بواسطة الشركات والحاجات الكبيرة دي. اللي هي non state actors. بشكل المتزيد جدا. ولذلك الجملة الاخيرة بقى. under present international law. القانون الدولي الحالي. بينص على اني. only states. فقط الحكومات او الدول. assume direct obligations. تتحمل مسئوليات او التزامات مباشرة. in relation to human rights. فيما يتعلق بحقوق الانسان. هي اللي هتطبقها. لان الاعتداءات اللي بتتمها لحقوق الانسان في الفترة الحالية. اغلبها من الناس. مش تقدر تطفق قدامهم بشكل فردي. لازم حكومات. يبقى تقدر تلخصت الصفحة دي كلها في ثلاث نقط. ايه هم? اقرأ معايا. ده اللي هنعمله بقى في كل مرة. اول واحدة. in principle. بشكل نظري. human rights can be violated by any person or group. ممكن يتم اعتداء عليها بوسطة اي شخص. violated يعني ايه? تنتهك. او تزعج. يتم ازعجها. ازعجها هنا مش معنى حرفي بقى. ايه? تبوز يعني. تنتهك. من من قبل اي شخص او اي مجموعة. ولكن في الحقيقة. الانتهاجات دي اغلبها في الوقت الحالي. فيما بعد فترة العولمة. الحديثة اللي احنا فيها. تمت بوسطة الشركات الكبيرة والدولية والحاجات دي. والجامعات المسلحة والارهابية والعصابات الكلام دي كل. فده بيزيد في الفترة الحالية. ولذلك تحت طاولة القانون الدولي بيانص على اني. هي اللي عندها او التزامات مباشرة. فيما يزيد في الفترة الحال يتعلق بحقوق الانسان. ثلاثة نقطة كده انت فهمهم يقول لك في المتحام بإذن الله. خش على الوراء حتى لو مجوش قديك فهمت. ده المطلوب مني. حلو? الوراء بيقول لك بقى ايه? بعد ما اصبحنا اجزاء من المعاهدات الدولية تحت حول الانسان. بي بي كامين بارتيز تو انترناشنال هيومن رايتس تريتيز. تريتيز يعني ايه? جامعة تريت. تريت اللي هي ايه? معاهدة او ميثاق. مواثيق حول الانسان الدولية اللي بتتكلم عن حول الانسان. ومين ياخد الحق الفلاني. مواثيق زي الامة المتحدة اللي تتكلم عنه عنده المرة الفاتتة. المثاق العامل للامة المتحدة. او اللي هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان. دي كلها مواثيق دولية. لما احنا بقينا جزء منها ومضينا تحت وحطينا اسمنا في العقد ده كدولة. بقى واجب علينا ان احنا نلتزم بثلاث الالتزامات رئيسية. المواثيق دي بتلزمنا الثلاث حاجات. احنا كدولة. يقول لك بقى states anchor three broad obligations. انكر يعني ايه? انكر يعني تتحم او يقع على عاتقها. three broad obligations. تلات التزامات رئيسية يعني منتشرة موجودة في كل الحقوق. يجب تطبيقها او الالتزام بيها في تلات في كل الحقوق. ايه هما? the duties او الواجب ان انا. to respect احترم الحق. to protect ان انا احمي حق الانسان. and to fulfill ان انا احاول اكمله. واوصله للمستوى جيد او مستوى راقي او اعززه. اعزز ايه مقداره او مكانته. كحق يعني. فالتلاتة حاجات اللي حكيانين لانهم فقط. الشرحة هون. to respect to protect to fulfill. اي state اي دولة يجب عليها تلات التزامات اتجاه اي حق من حقوق الانسان هي التلات التزامات دول. بس سؤال هل انا كل الالتزامات هيبقى التلاتة دول ادى بعضهم في الكفاءة? لا طبعا. فيه التزامات تحتاج مني قوي ان انا اعملها عمية احترام. respect ده الاهم. ما اخدهاش منك. بس هديك فيها شئات حاجات على خفيف. لكن في حاجات تانية انا اصلا مش متوقع ان انا اخدها منها خالص. لكن احتاج احميك من الناس اللي هتحاول تاخدها. في حاجات تالتة هتحتاج منها ادي لك فيها كتير حاجات ايجابية. فكل ايه عملية التوازن بين التلات عناصر دول مش سبتة. مش كله تلت 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 تلت. لا في حقوق بتاخد جانب اكتر من التاني. في حقوق بتحتاج للحماية اكتر منها للاحترام او لانها يعني تصام من قبل الحكومة. ومنها تطور. لا في حاجة بتحتاج للحماية اكتر. زي مثلا الامن الاجتماعي. يعني الامن الاجتماعي جانب يفتقر جدا لفكرة الحماية. محتاج حماية جامد اوي. فده الجانب اللي الفكرة. هو ده اللي بيقول لك عليه. هو بيقول لك. while the balance التوازن between these obligations or duties may vary. ممكن التوازن بينهم يختلف. ممكن الحق من الحق يحتاج منهم اكتر من التاني. ممكن الحق يحتاج الاحترام او ان الدولة تحترم الحق ده. ولا تنتهك وهي نفسها. حلو? اكتر من انها تدفع عنك ضد الغير. ممكن تختلف النسب. حلو? فبيقول لك. while the balance between these obligations or duties may vary. according to the rights involved. ممكن يختلف في اختلاف الحق اللي بنتكلم عنه. ولكنهم في جميع الاحوال ايه? they apply in principle. بشكل نظري. بيتم تطبيقهم to all civil and political rights. على كل الحقوق المدنية والسياسية. هي اه نسب بتختلف. مش كلهم بنفس الدرجة في كل الحقوق. ولكن بيطبقوا. لازم يطبقوا. يعني بنسبة او باخرى هيتطبقوا. على ايه انا نحو بقى? على كل الحقوق المدنية والسياسية. وكمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يبقى الفرست جنريشن والساكن جنريشن. وكمان ايه? بيقول لك مور اوفر. خلاص بحنا عرفنا ان فيه ثلاث التلزامات. ان انا احترم. تجيب على الدولة. انها تحترم. تلتزم انها تحترم الحق. والدافع عن الحق. وتحاول تعزز او ايه? تفولفيل الحق ده. والنسب منهم بتختلف. ولكنهم موجودين في كل الحقوق المدنية والسياسية. والاقتصادية بتاع الفرست جنريشن والساكن جنريشن. المعلومة الاخيرة اللي بيقولها لك. ان الدول يجب عليها. عليها حق او عليها واجب. ايه انها تعمل ايه? انها تعمل حق الانتصاف. الريميدي اللي بيقولك عليه. بيقولك مور اوفر. زيارة علاوة على ذلك. استييتس. الدول. هاب اديوتي. تو بروفايد اريميدي. اذا دوميستيك ليبل. فور هيومن رايتس فيولايشن. هيومن رايتس فيولايشن. يعني ايه? انتهاكات حقوق الانسان. اما افيولات الهيومن رايت. انتهكو. اضايقو. ازعجو. ابوزو يعني. بالبلدي كده. حلو. الانتهاجات دي. حلو. ممكن تتم على المستوى المحلي. ا يعني في مستوى الدولة. جوة الدولة. لو انتهاجات دي دمت جوة الدولة. بشكل داخلي. محلي عندنا. فلازم الدولة توفر لك او من الواجب عليها انها توفر لك. فكرة الريميدي. يعني ايه ريميدي? ترجمات حرفية علاج. لكن لها ترجمات اخرى. بنسميها حق الانتصاف. حق الانتصاف يعني الدولة تجيب لك حقك. انا اللي فده كله. التلات حقوق بتوع التلات واجبات بتوع الريسبيكت. والبروتكت والفولفيل. ده قبل ما الحق يتلمس. الحق لسه ما تطبقش. ح الدولة تحترمه. والدفع عنه. وتحاول تعززه. طيب واحد انتهك حقي. ينفع اقول للدولة بقى احترمي حقي. لا. مش مكان. الجملة دي مش مكانها هنا. الجملة دي قبل ما الراجل ينتهك حقي. لكن واحد لاتي. قتل لي قتيل. سرق لي سريق. عمل لي مصيبة. اما روح الدولة بقاش تقول لي. اما انا بقع من التلات التزامات. او لا لا. فيه التزام رابع. فيه التزام مهم جدا. هو او مش تابع دول. مش حاجة رئيسية. لكن هو بيقع بعد وقوع الحادثة. وقوع الانتهاك وهو ايه. انك توفريه ريميدي. ريميدي يعني ايه. سبيل الانتصاف. تجبيل حقي. تنصفني بالبلدي كده. على المستوى المحلي. فيه انتهاكات حقوق الانسان. يبقى النقطة التالتة. انها توفر لك سبيل الانتصاف. او اخذ الحق. او استرداد الحق. على المستوى المحلي. انت مش رحتك تعفظ اي حاجة. كلام حرفيا. فكتفهمه بس. افهم. ولا هريحك. انزل. اللي فات ده. في ثلاث نقطة كمان. يقول لك. انا مجرد بفصل الكلام حرفيا. بمش اي حاجة تاني. لما اصبحنا اجزاء من القانون المعادات الدولية. واجب على كل الدول الالتزام بتلات ايه. بتلات واجبات او بتلات الالتزامات. حق. اه. واجب الاحترام. يحترموا الحق بتاع الانسان. اي ان يكونوا الحق ده ايه. واجب الحماية. وانهم يحموا الحق ده من الطرف تالت ينتهكوا. والحاجة الاخيرة انهم ايه. يفلفل. فلفل يعني ايه. يراعوا الحق د ويحاولوا يطوروه. ويحسنوا فيه. يكملوا يعني. فلفل. يبقى. توريسبكت. تبروتكت. ان توفلفل. الحاجة النقطة التانية. اه. على الرغم ان التوازن بين التلات التزامات دول بيختلف من حق التاني. ولكنهم مطبقين على كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. وايه. وغيرها. الفلست والساكند جنريشن كلهم. يعني مطبقين على كل الحقوق دي. ولكن بنسبة او باخرى. مش شرط بالتساوي يعني. حلو اخر حاجة ان الدول تلتزم بتوفير حق الانتصاف. او السبيل على المستوى المحلي عند وقوع حالة ايه. انتهاكات حقوق الانسان. ده كده. نجد هذا. نقوم باقي يعني نبسك كل كل التزام منهم ونتكلم عنه. يعني ايه التزام الدولة بالاحترام. بأنها تحترم حق الانسان. وازميت التزم بحماية حق الانسان وتالتزم بيع Ultimate Athletic. ولا يتقوم mieli حق الإنسان. خلينا نتكلم هذا. ابقى معنا. طيب تعالى على طول هنا احنا قولنا ان فيه 3 التزامات تجب على الدولة اول واحد هو الإتزام الدولة بالاحترام انها تحترم الحق الانسان اللي بنتكلم عنه انها هي نفسها ما تعترضيش عليه ولا تقرب منه هتحاول تبعد عن التدخل فيه بالسلب او بالضرر زي ما بيقول لك الجملة اللي اسمها obligation to respect اللي هو الالتزام بالاحترام يقع على الدولة نفسها انها هي نفسها ما تعترضيش على الحق means that the state is obliged انها يجب على الدولة state الاولية يعني جملة الجملة دي تعني ان الدولة الستيت التاني دي معناها الدولة حلق ملزمة is obliged ملزمة انها تعمل ايه? to refrain from intervening انها تبتعد refrain يعني ابتعد من التدخل تمتنع عن التدخل في الحق ده بالسلبة او بالضرر يبا لما اقول لك ما هو التزام الدولة باحترام حق الحياة انها تبتعد عن التدخل في حق الحياة الدولة is obliged to refrain from interfering انها تتدخل في ايه ملزمة او انها تبتعد عن التدخل في حق الحياة بالسلبة او بالضرر انها ملزمة انها ما تقتلنيش ما تضرنيش في حياتي ولا في حق الطعام ولا في حق الصحة ده كل اسمه الالزام باحترام الحق الفلاني انها الدولة دي منظمة تبتعد عن تدخل فيه. هذا يتضمن انها تمنع بعض الأفعال اللي ممكن تقود او تهدم الحق ده او تبوز استمتاع المواطن بالحق ده. يبقى فكرة انها تحترم الحق الفلاني. انها تبتعد عن التدخل فيه وتمنع كل الأفعال اللي ممكن الحكومة نفسها تعملها تضر بالحق ده. it entails يعني ده يتضمن الفكرة انها تحترم الحق ده يتضمن انها تعمل ايه? the prohibition of certain acts. انها تمنع بعض الأفعال اللي بتحدث بواسطة الحكومات by governments that may undermine يعني تقود بالضلد يعني تبوز يعني عملية الاستمتاع بالحقوق دي او the enjoyment of rights. يبقى باختصار اول تلات سطور دول معناهم ان الحق في الالتزام بالاحترام بالاحترام الحق الانساني. ده بيقع على الدولة نفسها. بيأمنها لنفسها يا الزام من الدولة للدولة. انها تفتعد عن التدخل في الحق سواء بالسلبة او بالضرر. ده بيشمل منع بعض الأفعال اللي بتتم بواسطة الحكومات واللي ممكن تقذي الاستمتاع بالحقوق او تبوز فكرة ان المواطن يأخذ حقه كاملا. على سبيل المثال. في حتة الحق التعليم ندي مثال بحق التعليم وده اللي هناخده في التلات ايه? في التلات التزامات. هناخد مثال على حق التعليم. معنا ان الدولة تحترى بحق التعليم انها تديني الحرية في ان انا اعمل اتعلم تدي كل مواطن الحق في اني يتعلم. ما تدخلش. ما تدخلش ما تدخلش بالسلبة او بالضرر. بالسلب انها تمنعني من التعليم. بالضرر انها تدرني في التعليم. مجرد انها ما تعملش كده. شكاية قلت ان الالتزام بالاحترام ده حاجة سلبية. هي بس وظيفتك عشان تقدي الحق ده او تقدي الواجب ده انك ما تدخلش. ما تعملش حاجة. مجرد بس انك تعد ساكل كده ده في حد ذاته كحكومة انت كرمتني. لسه هيجي دورك انك تحميني وانك تديني حاجات ايجابية ده في الاتنين الجيين. لكن الالتزام الاولاني انك تحترم التعليم يعني ايه? ما تدخلش. ما تمنعش المواطن من انه يتعلم. ما تقودش حريته او ما تقيدش حريته. It means that governments must respect. لازم ان الحكومات تحترم. The liberty of parents to establish private schools. انها تحترم الحرية للآباء في انهم يعملوا مدرس خاصة. كل واحد عايز يعلم ابنه بطريقة معاناة. ممكن يوم رايح يجمع مجموعة معاناة ويعملوا مدرسة خاصة بتعطيهم الحاجات او الكفاءات اللي هم نفسهم فيها. بيقولك and to ensure the religious and moral education of their children. وكمان يتأكدوا ان تعطي الآباء حق ان هم يتأكدوا من القيم الدينية والاخلاقية او التعليم الديني والاخلاقي اللي بتدرس ايه? لاطفالهم. in accordance وفقا لي with their own convictions. وفقا لي اعتقاداتهم او لمعتقداتهم. يمان انت لازم فكرة ان الدولة تحترم حق التعليم ان تسيب الاباء او الطلبة او تسيب عموما الناس تختار تعليمها بنفسها لو عايز تعمل مدارس خاصة تعمل. لو عايزها تحدد القيم الاخلاقية والدينية اللي هي بتدرسها تحددها. ده كله بنسميه حق او الالتزام. التزام الدولة باحترام الحق. انها ما تدخلش. هي مجرد بتدخلتش في انها تعمل ايه? في انها تأزيني. مجرد عدم تدخلها ده اسمه obligation to respect. هيجي في ان حالي تدي لك بقى ايه? ادي لك مثال. ويقولك في التعليم مثلا. لما الدولة احترام الحق التعليم. لانها ما تدخلتش. بص تلات حاجاتهم. لو الدولة ما تدخلتش في حاجة. امتلعت عن التدخل. ثابت لي حريتي. ثابتني اعمل ما انا عايزه من غير ما تدخل بالسلبة او بالضرر. ده obligation to respect. طيب الدولة حامتني من حد تاني. من حد تاني يقزيني او يتسبب لي بضرر. ده obligation to protect. ده اللي هو التاني. طيب الدولة تدخلت بالاجابة تعملي حاجات ايجابية. تبني لي مدارس. تبني لي مش عارف تعليم جيد. تجيب لي اساتزة كويسين. ده حاجات ايجابية هي? دي obligation to fulfill. هم دولة التلات علاصر اللي هيقولك في كل الاسئلة. اللي فات ده تلخصه في تلات نقط. الجملة بتاعت obligation to respect تعني ان الدولة ملزمة بعدم التدخل. انها تمتنع عن التدخل بالسلبة او بالضرر. ده بيشمل it entails the prohibition of certain acts. انها تمنع بعض الافعال. اللي بتتمي بواسطة بعض الحكومات. واللي ممكن تقوض الاستمتاع بالحقوق الانسانية. يعني تؤذي الاستمتاع بالحقوق الانسانية. ده لازم هي كمان تمنعه. يا مجرد ان الدولة لو عايز تلتزم الانتزام ده. ومجرد بس تعمل ايه? تمنع نفسها انها تأذي. تمنع الحكومة نفسها انها تضر ايه? الحق الانساني. يبقى ال respect او obligation to respect. يقع على عاطق الحكومة نفسها. تجاه الحكومة هي نفسها ما تأذينيش. لكن بتاع protect. بتمنع طرف تالت ان يأذيني. خدت بالك من الفرق. بتاع respect. بيمنع الحكومة نفسها انها تأذيني. لكن بتاع protect. بيمنع حد اخر طرف تالت. third parties. ان يأذيني. على سبيل المثال. بالنسبة للتعليم ده يعني ان الحكومة لازم تدي حرية للاباء ان هما ينشئوا مدارس خاصة. او يحددوا التعليم الديني والاخلاقي اللي بيتدرس لايه? لابنائهم وفقا ليه? المعتقدات بتاعيتهم. كل دي من الحقوق. من حق التعليم. ومن احترام حق التعليم. هي ثبتهم يعملهم ما عايزينه. ما تدخلتش بالسلبة او بالضرر. طالما ان الحاجة دي لا تؤذي السلم العامية. طيب الالتزام التاني. التزام بالحماية. كلمة obligation to protect. ده من التزامات الدولة تجاه حقوق الانسان. لازم الدولة. مش بس هي نفسها ما تأذينيش في حقوق الانسان. لا. هي بما ان هي مصدر القوة اللي في البلد. فهي ملزمة انها تمنع الغير او تمنع الاطراف الثالثة. انها تؤذيني في حقوق الانسان دي. فلازم ان تمنع تحميني من فكرة الاعتداء علي في حقوق الانسان. the obligation to protect. الالتزام بالحماية. ده requires states. بيتطلب من الدولة. انها تحمي الافراد. against abuses by non state actors. انها تحميهم من الاعتداءات الخارجية بواسطة الايه? النانستيت اكتورز. اللي هي ايه? الحاجات اللي غير الحكومة. الاطراف الثالثة. زي الشركات المحلية والدولية. ومش عارف المؤسسات الارهابية والعصابات المسلحة. والكلام ده كله. هي ملزمة انها تحميني من دول. انهما ينتهي كل حق الانساني بتاعي. يبقى obligation to protect. يتعلق بالاطراف الثالثة. اي حد غير صاحب الحق والحكومة. طيب لو عايز امنع الحكومة نفسها من انها تعتاد عليها. ده من تسميه الزام بالحماية بالاحترام. obligation to respect. لو عايز امنع اعترف ثالث. obligation to protect. شوف بقى لسؤال اللي يجي لك. بيتكلم عن ايه? واختار على حسب كده. once again. مرة اخرى لو كلمنا على حق التعليم. فهي الدولة في المرة اللي فاتت كانت ملزمة بس انها ايه? هي نفسها ما تمنعنيش من التعليم. ما تمنعنيش من ما تسببش لها اي ضرر. لكن دلوقتي هي ملزمة كمان تمنع اي حد ناوي يعمل لي ضرر. اي حد ناوي يفرض علي فكرته. لو حد انا عيالي. مينفعش حد يفرض عليهم فكرة معينة. غصب عنهم. لازم هما يباليهم الحرية. في ان ياخدوا التعليم المناسب ليهم. فلو جي طرف تالت بيحاول يفرض على اباء نوع معين من التعليم. او نوع معين من ال من ال بيلقينهم معلومة معينة. فده لازم ان الدولة تتدخل وتمنعه. لان كل واحد لحرية اختيار طريقه التعليم اللي هو المناسب لي. فبيقول لك المثال بتاع التعليم. ممكن يخدمنا كمثال. حق الاطفال في التعليم. لازم يتحمي. بواسطة الدول. يتحمي من ايه؟ from interference and indoctrination. الانترفيرنس يتدخل. يتحمي من ان حد يتدخل فيه. ما ينفعش طرف تالت يجي يمنع الاطفال من التعليم. او يجي يفرض عليهم تعليم معين بوجهة نظر معينة بايدولوجية معينة. كل ده مرفوض. ما ينفعش حد يجبر حد على فكرة معينة. الاجبار في الافكار ده شيء مرفوض. ولا يلقنوا. and indoctrination اللي هي التلقين. ما يلقنوش طريقة معينة في التعليم ولا معلومات معينة بدون ما يترك ليه مجال في حرية النظر والفكر. بواسطة اطراف تالتة. اطراف خارجية. اطراف خارجية غير مين ومين غير صاحب الحق اللي هم الاطفال. وغير الحكومة. لو الحكومة نفسها اللي بتأذيني. فده كده اللي فات. هو ده اللي بيولزمها انها هي نفسها ما تأذنيش. لكن هنا الطرف تالت. فده لازم للحكومة تدخل بايه؟ بالالتزام اللي عليها بالحماية. الزامها بالحماية للحقوق الانسانية. ده بيشمل مين اللي ممكن الثرد بارت الزول يكونوا؟ ممكن الآباء. ممكن نفسهم الابهات بيلزم. ممكن واحد ابو وامش عايزين يعلموا عيالهم. التعليم الاساسي اللي ابتدائي. هل الدولة تسكت? لا. الدولة تتدخل هنا وتمنع الاطراف الخارجية اللي هم الآباء من يعملوا ايه؟ فكرة ان يضروا بالحق الانساني. حق عليها بالحماية. ده من واجبها في الحماية. يبقى لو انا حط انتحان اجيب لك مثال. اقول لك ابو وامي بيمنعهم دوم من التعليم. فالدولة تدخلت لوقف هذا الاعتداء على الحق الانساني. ده من انه دولة عملت ده وفقا لأي التزام. هل التزامها بالاحترام؟ لا. هي الابوهات مش هما الدولة. احترام؟ احترام الدولة نفسها للحق. يعني الدولة نفسها ما تأذنيش. لكن هذه الدولة تدخلت لمنع طرف تالت من اذيتي. لمنع طرف تالت من الاعتداء على حق الانساني. اللي هما ايه الاباء. فعشان كده قلنا ايه? ان ده المدرسين. ما ينفعش المدرس معين يفرد فكرة معين على الاطفال. او ما ينفعش يمنع اطفال من التعليم. او ما ينفعش يسبب لأي طفل ضرر في جانب التعليمي. كل ده برضو مرفوض. والدولة ملزمة بانها تحمي الطفل من الحاجات دي. ولا المدرسة. ولا الدين. لو دين معين طلع كده فكرة. وقال لك انا امنع الناس من التعليم. نقول له لا. ده حق تعليق حق مكفول للجميع. فهمين فكرة? وعشان كما فيش دين محترم بيعمل كده اصلا. فيش دين بيمنع الناس من التعليم. بيقول لك كمان ايه الاديان زي ما قلنا. ويه سيكتس وكلانز. سيكتس وكلانز اللي هم القبائل والعشائر والجماعات والاحزاب تطلق على حاجات اللي زي كده. الفرق او المذهب بتاعك. لو مذهب معين او فكرة معينة او طائفة انت بتنتمي ليها. والطائفة دي بتمنع من التعليم. فللدولة لازم تتدخل وتمنع الطرف التالت اللي هو هنا الطائفة او او الكلان او اللي هي الجماعة اللي انت تنتمي ليها. منها تعمل ده. لازم ان تمنعها من الاعتداء على الحق الانساني في التعلم. فده كده تدخل بالحماية. ده بنسميه كده. وكمان الشركات. مفيش شركة تفرض على الموظفين مثلا. انهم ما يتعلموش. او تمنعهم من قراءة الكتب. ده كلها حاجات من الجرائم اللي تنتهج ده حقوق الانسان. فلدما الدولة تتدخل بالالتزام الواجب عليها بالحماية. ده كله حاجات حماية هي. الدولة تتمتع بصلاحية عالية في الموضوع اللي زي كده. وانها لها يعني ايه مكانة عالية في انها تحمي الناس من الاعتداء على حقوقهم. فقلنا ان ايه? ده يعتبر اهم واحد فيه مع الفكرة. خلي بالك. ده اهم نقطة. الدولة اول واحد ملزمة انها تحترم الحق في النقطة اللي فاتت. وبعدين ملزمة انها هي نفسها غلاص قلنا ما تقزينيش. التاني الالتزام التاني انها تمنعني من الطرف من الاطراف التالتة الاطراف الخارجية انها تعتدي على الحق الانساني بتاعها. سواء حق التعليم حق الصحة. حقي في الحياة الى اخرية. الملخص على الفقرة دي. الالتزام بتاع الحماية. يتطلب من الدولة انها تحمي الافراد ضد اي اعتداءات تتم بواسطة اطراف تالتة. بنسميهم اي حد غير الحكومة. طيب لو الحكومة نفسها تعتدي براحتها لأ ما احنا ألزمناها بده في الالتزام اللي فات. اللي هو الابليجيشن توري سبيكت. يبقى ألزمنا الحكومة في ابليجيشن توري سبيكت. والزمنا الحكومة تدفع عني ضد اي طرف غير الحكومة في ابليجيشن توري سبيكت. طيب. حق الاطفال في التعلم لازم يتحمي بواسطة الدولة من التدخل او التلقين بواسطة الاطراف الخارجية او زي مين زي الاباء زي العائلة زي المدرسين زي المدرسة زي الاديان والفرخ والجماعات والشركات كل دول الدولة لازم توقف ضدهم لو حاولوا يمنعوا حق من حقوق الانسان ان يصل لي بالشكل المناسب. عشان كده تتمتع بنطاق عالي من الصلاحيات والمكانة في ما يتعلق بهذا الموضوع في موضوع الحماية. انها تحمي الناس من فكرة الاعتداء على حقوقهم. وده اهم واحد على فكرة ده اللي كلمنا عنا في اول الدرس. انا نمتو صحيح. حلو? فكلمنا عن اهمية الاستيت في اقامة الدول. اهمية القوة والردع. عشان تمنع الناس اللي عايزة تقتدع الحقوق. شركة معينة ولا مذهب معينة ولا طائفة معينة بتحاول تمنع الناس من التعليم. لا الدولة لادما تقف ضدهم. تقول لهم ما فيش الكلام ده. فيش حد يجبر حد على فكرة. ولا حد يجبر حد على الاعتناق فكرة. ده من السفا يا جماعة. حلو فده ملخص الفقرة دي. طيب الالزام الثالث اللي يقع على الدولة. بل الدولة ملزمة تمنعني من نفسها من الضرر. اللي هو بعدها ملزمة تمنعني من الغير ان يضرني في الحقوق الانسان. بعدها يعني هي ما ضررتنيش ولا حد ضررني غيرها. نسكت. لا الدولة ملزمة تديني حاجات كويسة تخليني اطبق الحق الانساني ده بشكل جيد. انا عايز اتمتع بحق التعليم. عايز بكرة. عايز اتمتع بحق التعليم. الدولة مش كفاية. مش ملزمة بس انها ما تضرنيش في التعليم ولا تخلي حد يضريني. لا ملزمة توفر لي تعليم مناسب. موفرة تديني سبل تعليم مناسبة. تجيب لي مدرسين. تجيب لي كتب كويسة. تجيب لي مش عارف مدارس كويسة. مرافق جوة المدرسة كويسة. كل ده بنسميه ايه بقى? الالتزام بالتكميل. عملية اكمال. بنكمل جميلنا زي ما يقولوا كده. وسميناها مش حاجات مش تفضل من الدولة. الدولة الفلوس اللي بجيها بجيها من الشعب والشعب بياخد من الدولة. فالموضوع سايكل. فهي مش بتتفضل عليك مش بنجيبهم يعني. فهمي فكرة? فهو الدولة ملزمة. الزاما كده قصرا بالسين. حل ملزمة انها تدي لك ما يجعلك تتمتع بالحق الانساني بشكل جيد. بشكل مناسب. سواء في حق الصحة. مش معنى ان الدولة او في حق الحياة مثلا. مش معنى ان الدولة ما قتلتنيش. يبقى كده اللي هو ولا انها خلت ولا انها منعت الغير ان يقتلني اللي هو ان كفاية. لا. لازم الدولة توفر لي طريقة بقى عيش بقى كويس. ما هم مشرد. لو الدولة ما قتلتنيش ولا خلت حد يقتلني. اعيش في الشارع مشرد. لكن لازم الحق الحياة ده عشان اتمتع بشكل جيد. الدولة تبني لي بيوت. وتوفر لي اكل وشرب. وتخلينا عيش في هواق نظيف. وفي بيئة نظيفة. في دي كلها بنسميها. يعني الاكمال او التلبية او العطاء بشكل جيد. ده اكتر واحد فيهم يعني فيه فعل ايجابي. اللي فات كله لو اخدت بالك هو ايه? كف امتناعة. الكف عن الاذا. الاولاني الحكومة بتكف هي نفسها عن اذاك. عشان كيف اسمها. طب التاني بتكف غيرها عن اذاك. او بتمنع غيرها عن اذاك. عشان كيف اسمها. ده اللي ما ده بقى ده ايجابي بشكل مؤكد. عشان كيف البروتكت ايجابي برضو زي ما شرحنا في اول الدرس. بس هو عطاء ايه خفيف كده. هو بيدي لك حماية. بيدي لك ان يمنع غيرك. لكن هلا بيدي لك حاجة مباشرة. بيديك مدارس. بيديك مرافق صحية. بيديك مرافق مش عالف ايه. فده عطاء مباشر قوي. وبنسميه positive action. اللي هو obligation to fulfill ده. بيقول لك under the obligation to fulfill. الحكومات are required to take positive actions. شفت الاسئلة? انا لو في انتحان احطت السؤال كده. احط لك في الاختيارات بقى obligation to fulfill ولا obligation to respect. ريسبيكت يبقى انت لو فاهم هي معناها انها تحترم الحق يعتمتنع على التدخل فيه. مفيش positive. ده negative. يعني انا انا معملكش حاجة كحكومة. انا كده كرمتك. اديتك حق. في حتة الrespect. لكن مش كفاية. لازم بقى ا fulfill. اديلك positive actions to ensure that human rights can be exercised. عشان تتأكد او عشان تضمن ان الحق الانساني ده هيقدر الانسان يمارسه بشكل جيد. مش مجرد ان انا امتنعت عن اذائب اكده. خلاص. لا لازم انا اتأكد ان هيعرف يعمل الحق ده بشكل كويس. يقدر يتعلم بشكل كويس. يبقى عنده مرافق صحية كويسة. هيبقى عنده حق في الحياة بشكل جيد يعيش حياة كويسة. حياة كريمة. حلو? in respect of the right to education. على سبيل المثال. هنتكلم عن حق التعليم. for instance على سبيل المثال. الحكومات ملزمة states must provide انها تمدك او توفر لك ways and means for free and compulsory primary school او primary education for all. ملزمة انها توفر طرق ووسائل اجبارية للتعليم الاتدائي. compulsory يعني تعليم اجباري. لازم تفرد على الناس كلها ان هم يتعلموا التعليم الاتدائي. primary education for all لكل الناس. ده الزام عليها. مش مجرد انها مخلت يعني مش مجرد ان الدولة منعت الناس اللي هو حق الاحترام. الدولة ما منعتش حد من يتعلم. بس في نفس الوقت ما اجبرتش حد وده غلق. الدولة لازم ان تجبر الناس كلها ان يتعلموا تعليم الاتدائي. ان ده في مصلحة المجتمع. وده في صالح الانسان عموما. الانسان يرقب العلم. فده شيء المتفقين عليه. فلو سبت الطفل في جهل هو مش هيتعلم لو واحده. خلي باله. انت مجبر انك تعلموا التعليم الاتدائي. بعدها سيبوا الطريق. هو يكمل بقى. وكمان ملزمة توفر لهم مدارس سنوي مجاني. free secondary education. وكمان higher education. التعليم الجامعي. وفوكيشنال التعليم المهني. كل ده ملزمة نتوفره للناس. adult education. لو واحد كبر عنده خمسين سنة بس لسه عايز التعلم. اوفر له ان يقدر يلتحك بالكليات. وده موجود لحد نهاردة على فكرة. and the elimination of literacy. وكمان ان انا احاول امحو الامية. كل ده الدولة ملزمة بيه بشكل positive action. بشكل ايجابي. لازم تتدخل وتعمله. مش مجرد تكتفي بالاتنين اللي فاتوا. انها ما تقذنيش ولا تخلي حد يقذيني. لا. لازم تكمل جميلها. ومش جميلها بقى. تكمل وظيفتها. الالتزام الواقع عليها. مش كتنا النهاردة بنتعام مع الدول. على ان اللي هي بتعمله ده فضل منها. يا ابني الدولة. تم اختيارها من الشعب. وبتاخد فلوسها وضريبها من من فلوس الشعب. وهي منها وإليها يا راحة جاية. العلاقة سايكل زي ما قلت لك. وتتشاريت حط غيرها اصلا من الشعب برضو. يا مجرد ادارة. مجرد احنا اشتررها شوية سلاح وديناهم لطائفة من البلد. عشان انت ما هي سيف سيف الشعبي ودرعي. زي ما بيقولوا على الجيش المصري كده. هو ده. فما يتعملش الموضوع ان هو بيديلك من جيبه. هو بيخب منك ويديك. فمن فكرة بس عمليا منظمة شوية. عشان كده هي دي اقامة الدول. لو لاه لم نرى للدولات في زمن ما طال من عمد او قر من دهمي. زي ما احمد شوي قال في اول الدرس. جميل. فهي ملزمة تحميك من نفسها. تحميك من غيرك ومن غيرها. من يعتدي على حقك. وملزمة ان توفر لك السبل المناسبة ان تخليك تتمتع بالحق ده بشكل كويس. اللي انها تنشور ذات. زي ايه? زي انها تديك مدارس ابتدائي وفحاء التعليم مثلا. مدارس ابتدائي اجبارية. ومدارس سنوي ومدارس وكليات. وتعليم مهني وتعليم للكبار. وتمحو الامية. كلمة سنوية عامة. اشهر كلمة حرفية. الناس كلها ساعتها وننسيها بعدها. يعني محو الأمية. بعدها بيقول لك بين خسين. ده بيشمل خطوات زي ايه? يعني حيث ان انا اعمل امحو الأمية واحط مدارس وكلام ده. ده بيشمل خطوات ان انا اعمل انا اعمل انا اعمل مدارس عامة بشكل كافي. دي من واجبات الدولة. من الزامات الدولة تفلفل. يعني مش مع انها زيادات. لا. معنى انها حاجات ايجابية. يعني فيه بوزيتيف اكشن. فيه فعل اتعمل. مش مجرد الكف. الاتنين اللي فاتوا كانوا كف عن الاذا كده. بيمنعهم بيمنعهم غيرك النئزيج. وبيمنعهم نفسهم النئزيج. هنا لا بيعمل حاجات. لازم ان يعمل مدارس عامة بشكل كافي. or hiring and remunerating. remunerating. ان هو يعين ويوظف. كلمة remunerating. يوظف حد او يدي فلوس لحد اجرى يعني. يستأجر. عدد كافي من الايه؟ من المدارسين. ده كله ده من واجبات الدولة. من الزامات الدولة. لانها فيها بوزيتيف اكشن. حلو. يبقى ملخص الكلام. الحكومات فيها ملزمة. من تاخد بوزيتيف اكشن. عشان تتأكد ان الهومن رايس دي can be exercised. على سبيل السلف حق التعليم. لازم الدولة توفر لك طرق ووسائل للتعليم التدائي والثانوي والتعليم المهني والجامعي والتعليم للكبار. بما في ذلك انها تعمل مدارس عامة وتوفر لك عدد مناسب من المدارسين. كل دي امثلة على تطبيق او ده مثال عمل يهوم تعاليديكيشن ده. على تطبيق فكرة الابليجيشن تفلفل. التزام الدولة بالاكمال والتلبية في جانب التعليم. في احترامها الجانب التعليم. انها تخلي الجانب ده قابل للممارسة. can be exercised. حلو اللي فات ده كده انت خدت التلاتة. ده اكتر جزء ايكي في الاسئلة. انت ممكن تخش على الاسئلة ده اصلا وتنسي تسيب الكلام ده. بس انا لسه حط لك عليه تاني يعني. حلو ده اللي بيك في الاسئلة قوي. يجب لك مثال معين حق التعليم مثلا. وهيقول لك عليه. فحق التعليم. لما عمل كذا كذا كذا. لو الدولة يعني عملت كذا. ده يعتبر عملته وفقا للتزامها. بانها تظهر الا 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 افضل shore to accept totally anyway. اتفكر لو حاجة الحكومة نفسها بتمنع نفسها من الضرر انها تضررها. هي بتحترم الحق ده في ذاتها. ده بنسميه cooling to respect.Or το. لو تمنع غيري اني يقزيني. بأي شكل بقة من الاشكال ده obligation to protect. طب لو بتديني positive action. يبقى ده obligation to fulfill. انت تشوف السؤال وتفكر. وده هوريبولك كمان شوية في الامثلة. خلي بالك. طب الحاجة اللي وراها ما ابدأ اسمه وده موضوع جديد بقى شوية ما ابدأ اسمه بعد ما قلنا التلات التزامات اللي فاتوا طبعا واحد عايز يقول لي التلات حاجات دول مش هتطبقوا من اليوم وليلة فيش حكومة هتدوس على الزرار فجأة بتحترم هي نفسها الحق وبتمنع الغير ان يعتدع عليه وكمان بتديني حاجات ايجابية فيه لا طبعا مش حد يعرف كده في يوم وليلة خاصة في اخر نقطة يعني الاتنين الاوانين ممكن يتعاملوا لكن النقطة الاخيرة دي بالذات صعب قوي تتعامل في ايه في يوم وليلة هي والبروتكت على فكرة فيه دي الدول على سبيل المثال فيها جماعات مسلحة كتير جدا ما يفعش تجي تقول لي انت كدولة قررت تبقى محترمة هو بس في مليانة جماعات مسلحة مش في يوم وليلة هتقوم طالع الصبح وهحارب كل دول لا صعب فمحتاجة ايه تدريجي محتاجة عامية اصطلاح تدريجي برو جراسيف رياليزيشن رياليزيشن معناها مش ادراك أو مش اعتراف لا معناها اصلاح ممكن نعتقدها لكلمة اصلاح تدريجي انا بحب يسميها كده المصطلح على بعض اسمه برو جراسيف برو جراسيف ا incarceration يعني جاية تدريجية حلو برو جراسيف لي يعني تدريجيا زي جراديو اللي اعتبارها زيها كده هنا بقى متصاعد برو جراسيف يعني متصاعد زي كلمة rogress اللي هو تقدم هنا بقى برو جراسيف rialization يعني الاصلاح التدريجي او الاصلاح المتدرج اللي بيعلى سنة 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 مش يعرف يخدها in one take in one shot لا مفيش كده فده بنعمله في ايه هل في الريسبيكت لا الحكومة لازم انت ريسبيكت من في الدوسة يعني ايه الحكومة لازم قررت تبقى كويسة ميفاش تقتل حد ميفاش تقول لي اصلها هتدرج في تطبيق هذا الالتزام لا يا حبيبي انت لازم لما تقررت تبقى كويسة ما تقتليش حد على طول in one take فالprogressive realization مش بيطبق على الحق في الاحترام لا لان ده بالحقومة نفسها وتقدر تقضى عليه في يوم في ثانية لكن ده الاصلاح التدريجي بنعمله في ايه بقى في الحاجات التي تتعلق بالغير اللي هي الحاجات اللي فيها فلفل فيها التعزيزات وتكميلات للحقوق ويه البروتكت طيب البروتكت ليه لان ممكن معايا جماعات مصلحة كتير ممكن معايا فئات كتيرة في المجتمع مش هاده رافض ضدهم كلهم بشكل مباشر فاخدهم سنة سنة زي ما يقول لك مصر بتحاول تقضى على الارهاب بقالها ايه عشر سنين اهو بنعمل ايه سنة سنة دي نروح نجيب الجماعة للارهابية الفلانية ونقضي عليهم ودول نعمل مش عارف ايه كلام اللي بيتقال ده كله في الايه في الحكومة المصرية حلوق نفس الكلام في الفلفل الفلفل اني وضعي الاقتصادي مش هيسمح بدوسة انهض بالتعليم نهضة شاملة 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 كاملة من كل ما جميعها لا بيقول لك ده الخطة بتاعته خطة خمسية سبعية بياخد عشر سنين عشر سنين حسن يعمل الايه ينهض بالتعليم مسلا يعني ده بنسميه فكرة انك بتعمل الحاجة كويسة بشكل تدريجي بنسميها البرينسبول اوف بروجريسيف رياليزيشن دي حاجة في القوانين بتاعت حقوق الانسان اديك عرفت مبدأ لازم ان تبقى فاهمه لما حد يقول لك الناس اللي عندهم بساطة شوية في التفكير متوقع اني ازاي الدول بتنصبقش الكلام ده يلا نعمل ثورة نخلي الدولة تطبق الكلام ده من بكرة نونادي بحق التعليم وحق الصحة لا يا حبيب ابجديات فكرة حقوق الانسان ان الحاجات دي صعب جدا على مقاييس الدول انها تنفس في ام وليلة بيبقى الاصلاح اصلاح تدريجي عشان يقول لك في الاحصائيات مسلا يقول لك مصر محتاجة مش عايف ست سنين عشان تنهض بايه وسبع سنين عشان تنهض بايه دي كلها اسمه بروجريسيف رياليزيشن فده مبدأ عام اقرأ ما معايا كدهو بيطبق على ايه معلش على حاكتين على الالتزام بتاع الدولة في التكميل والتحسين وعالبروتكت على الحماية لانه ممكن فيه جامعات مسلحة كده لكن هل بيطبق على ريسبكت ابدا الدولة لازمة انت ريسبكت من اول ثانية فأيمن فكرة ان ده حاجة في ادها مش حاجة محتاجة تعملها تدريجي اصلا ريسبكت يعني هي نفسه ما تقزنيش ما تزودش الطين بلا فأيمن فكرة يقول لك يعني بيطبق على ايه او بيتم تنفيذه على ايه او بيتضمن جوائه بيشمل جواء الحاجات الايجابية للدولة بتعملها اللي هي تقدر تدهاني ده اللي تقدر الحاجات للدولة بتدهاني بالموجب ده اللي بقول لك ممكن تدهوني بشكل تدريجي لانه هي مش في قدرتها تده كله في واحد تيك لكن الحاجات اللي هي بتاحت الكفة عن الاذة من ناحية الدولة نفسها لازم تكفة عن الاذة في لحظة على طول اللي هو الريسبكت اما البروتكت اللي هو الحماية والفولفل الحاجات دي الدولة بتدهاني الدولة بتديني حماية بتديني تعزيزات لحقوق الانسان اللي هي الفولفل دي اللي ممكن تدهاني بايه ببروجريسيف رياليزيشن باصلاح تدريجي فالمبدأ ده بيطبق على applies to the positive state obligations to fulfill and to protect بيطبق على الجانبين دول فقر انا هجيب لك دفن المتحان وهتغلط فيها هقول لك هل الاصلاح التدريجي يطبق على الريسبكت تفكر فيها ثانية لا الدولة لازم تحترمني في one take وفي لحظة واحدة مش تحترمني بشكل تدريجي هنهزر الله فاهم الفكرة يعني الدولة بتقتل في الناس ما يفعش تجيب في يوم تقول لك اصلا هوقف قتل تدريجي هي مش سجاير انت هتوقف قتل في لحظة تبدأ بقى تحمي الناس تديهم حماية تديهم عطاء متكامل في الحق الفلاني اللي هو الفولفل اللي اتنين دول تقدر توقفهم بشكل تدريجي لان مش في ايدك كدولة يعني على سبيل المثال هيديك مثال في الصحة the right to health الحق في الصحة على سبيل المثال مش بيضمن لي لو الدولة قررت توفر للناس حق الصحة نمش مع انها تقدر تخلي كل الناس اصحاء في يوم واحد لا طبعا doesn't guarantee يعني تضمن او تتأكد من the right of everyone to be healthy مش هتتأكد ان كل البناء دمين بقى اصحاء في يوم واحد لا طبعا ولكن ده بيلزم الدولة هي او مش تقدر تخلي كله اصحاء في يوم واحد بس يلزمها تعمل ايه اصلاح تدريجي يلزمها تعمل اولا الحاجات الاساسية اللي هو ايه basic health services الحاجات الخدمات الصحية الاساسية تده تؤفرها بعدها سنة سنة تعمل مستشفيات وتعمل تجيب عدد دكاترا مناسب وترفع المش عارف الايه فبيلزمها تعمل عامية الاصلاح التدريجي هو بيشرح لك بقى فكرة الاصلاح دي بشكل عملي هي او مش تقدر تخلي كله اصحاء ولكن ده بيلزم الدولة وفقا لي وفقا لامكانيات الدولة الاقتصادية بيشوف ايه امكانياتها اديه بيلزمها بقى انها تشتغل على الامكانيات دي لو امكانيات الدولة عشرة جنيه تشتغل بعشرة جنيه وتعمل بيها اصلاحات لحد ما تطلع سنة سنة في الايه تتدرج في السلم الصحي تطلع في المستوى وكمان بالنسبة لمعاييره او تقاليدهم الاجتماعية والثقافية بتراعي ده برضو في الحزبان لنحبش بتكلم حق الصحة بس على كل الحقوق وكمان تراعي الحد الادنى من المعايير الدولية للصحة تحاول تراعيها الحد الادنى ده اللي تبدأ بيه ابدأي بشكل مش معا ان الدولة هو عايز يقولك في المبدأ ده ان ما تفنشيش الدولة بمبدأ الكل او لا شيء لا مش معا ان الدولة مش قادرة تخلي كل الناس عندهم صحة او مش قادرة تعمل نهضة كاملة في الصحة في الجانب الصحي في الدولة الهيلف يعني حلو انها تمتنع بقى ان نتقدم اي خدمات لا تبدأ سنة سنتجي الخدمات الاسسية تحقق المنمم ستاندردس بتاعت الانترناشنال منمم ستاندردس يعني المعايير الدولية الاساسية او الحد الادنى تبدأ تعمل ايه تستابلش تعمل نظام صحي عام حلو اللي ممكن بشكل نظري يضمن وصول الناس للخدمات الصحية الاساسية ده اللي على الاقل تبدأ الدولة بيه مش معنى الدولة مش قادرة تعمل نظام متكامل زي الدول المسلا المتقدمة انها تقولك خلاص بقى انها هوقف المستشفيات لا سنة سنة نعمل عامية اصلاح تدريجي فيما يسمى ببروجريسيف رياليزيشن الاصلاح التدريجي نكمل المثال بتاع الصحة هيكمل لك فيه برضو بيقولك البروجريسيف رياليزيشن الاصلاح التدريجي ده يعني ايه يعني ان الحكومات لازم ملزمة منها ايه تحط اهداف قدامها ومعايير عشان هي توصل بشكل متدرج انها تقلل من ايه من الحاجات الغلط وتعمل الحاجات الصحة يبا الحكومة ملزمة انها في الاصلاح التدريجي تحط اهداف قدامها تحاول توصلها بشكل ايه متدرج في الحاجات اللي ليه علاقة ببروتكت واللي ليه علاقة بالفلفلمنت او اللي هو التعزيز او التكميل زي ايه عشان تبدأ تقلل تدريجيا the infant mortality rate mortality يعني قتل والريت يعني معدل infant اللي هو الرضيع او الرضع فعشان تبدأ تقلل تدريجيا معدل وفيات الرضع مده من الجانب الصحي الاهمال في المستشفيات ممكن يخلي معدلات وفيات الرضع تزيد وكمان تزود عادة الدكاترة لكل الف نسمة increase the number of doctors per a per thousand inhabitants اللي هو لكل الف نسمة تبدأ تزود عادة الدكاترة تدريجيا مش في يوم واحد ده كله يندلك تحت مسمى progressive realization وكمان تبدأ ترفع raise the percentage of the population ترفع مستوى السكان بس كده لا السكان اللي اللي اتطعاموا ضد الامراض المعدية ترفع مستوى السكان اللي بتطعاموا ضد الحاجات الخطيرة that has been vaccinated against certain infectious and epidemic diseases ترفع مستوى السكان عدد السكان اللي اتطعاموا ضد الامراض المعدية والوبائية epidemic يعني وبائي حلو وكمان or improve basic health facilities ترقى بمستوى الخدمات الصحية الأساسية and etc وكوة ايه الى اخرية وعايز اقول لك ان ده كله حاجات لازمة الدولة تعملها بشكل متدرج حلو وفقا لمبدأ progressive realization كل ده بيطبق لك فكرة progressive realization في جانب الصحة خلصت لحد هنا وهو هيدي اتكلم عن حاجة اضافية بقى obviously يعني من الواضح اني مش شرط لما الدولة عايز اقول لها الحيثة دي مش شرط الدولة مش قادرة توصل الدولة الفلانية اقلم دولة الفلانية في المستوى الصحي مش معلها اني اكيد الدولة دي بتنتهك حقوق الانسان لا ممكن عشان مستوى الاقتصادي ممكن عشان الموارد بتاعتها قليلة ممكن عشان موارد الدولة كويسة اعلى منها وهكذا فهم الشرط يبقى كله في انتهاكات حقوق الانسان وخلاص يقول لك obviously the health standard المستوى بتاع الصحة in poor countries في البلاد الفقيرة اللي ما معاش فلوس may be lower than in rich countries ممكن يبقى أقل من الدول الغنية ولكن ده مش شرطي ان يكون في انتهاك لحقوق الانسان ممكن without any violation of government's obligations من غير اي ما يكون فيه اي تقصير من الحكومة مفيش اي تقصير ولكن المستوى اقل لنح دولة فقيرة ما عندناش فلوس ما عندناش موارد حلو to fulfill the right to health فعايز ايديك معلومة على الجنب كده بيقول لك لما تلاقي دولة أقل من دولة في المستوى الصحي مش شرط يكون ان الحكومة مقصرة لأ ممكن تكون مش مقصرة ولا حاجة ولكن الموارد هي اللي قليلة دولة فقيرة والتانية دولة غنية حلو بعدها بيقول لك في اخر فقرة هي شوية معلومات على جنب كده بعدها في اخر فقرة بيقول لك انك لما تبطل تعمل تدابير تطور بيها الصحة ده في الاخر هيؤدي الى انتهاك لحقوق الصحة الحق الانساني في الصحة بيقول لك the total absence الغياب الكامل of positive measures measures يعني شعناها قياسات معناها تدابير measure measurement أو measures هنا كلمة measures على بعضها كده معناها تدابير اننا نعمل تدابير ايجابية او تدابير وقائية تدابير قانونية كل ده بنسميها measures لو احنا عملنا لو حصل غياب للتدابير الايجابية اللي الدولة بتاخدها عشان تطور النظام الصحي to improve the public health system وكمان retrogressive measures حصل ايه اسمه ايه التدابير اللي هي التراجعية retrogressive يعني حاجة تراجعية مش قادر اتكلم retrogressive يعني حاجة تراجعية حاجة بتأخر الدولة تدابير بتبوز الدولة بتعيق الدولة زي مثلا اسمها ايه انك تهد المستشفيات تهد الأراضي الزراعية ما ده كله بيدر بحق الصحة وحق التعليم وحق الاسماء ايه الطعام كل دي حقوقها تنتهك بشكل او باخر بواسطة بعض التدابير الايه الراجعية retrogressive measures or the deliberate exclusion of certain groups او استبعاد بعض الفئات استبعاد يعني exclusion certain groups بعض الفئات deliberate يعني متعمد او الاستبعاد المتعمد لبعض الفئات كل ده ممكن يضر او يعتبر انتهاك لحقوق الانسان يبقى لو انت خدت اجراء لو انت اصرت او حصل غياب للتدابير الايجابية للدول اتخذها لانشاء نظام صحي او حصل تدابير عكسها تدابير راجعية او استبعادنا بعض الفئات من الحقوق زي النساء بعض الدول بتستبعاد النساء من الحق طبعا ده عبط هلو النساء وشقائق ورجال زي ما نبي قال صلى الله عليه وسلم and religious or ethnic minorities او الاقليات العرقية او الدينية في بعض الدول بتستبعادهم من الحقوق كل ده from access to health services ان يمنعوهم من الوصول لحقهم في الصحة كان ممكن ده يعمل ايه ممكن يسبب ايه amount to violation amount to يعني ممكن يسبب او ايه يؤدي الى ياخدنا الى violation of the right to health ياخدنا الى انتهاكات في حقوق الصحة في حق الانسان في الصحة كل اللي فات يعتبر انتهاكات لحقوق الانسان في الصحة انك توقف تبطل تاخد اجراءات ايجابية لتطوير النظام الصحي او تاخد اجراءات تراجعية او تستبعد بعض الفئات من الصحة كل ده من الخدمات الصحية يعني كل ده ممكن يؤدي الى انتهاكات في حقوق ايه الصحة وده يعتبر انتهاكات بالفعل فالصفحة دي مليانة مع علامات اديك شفت سهلة جدا يعني مش هتك تحفظ حاجة اديك فهمت الفكرة وحتى لو قلتلك ده تسمع هتعف تسمع لما تحب تشرح لي فكرتك لو قلتلك يعني ايه بروغريسيف رياليزيشن هل بيتطبع على الريسبيكت هتقول لي لا بيتطبع على البروتكت ويه الفولفيل زي في الصحة زي ايه انه انا ابدأ اجيب ده جات لك الكتار واتأكد وارفع مستوى الناس للطعامه واقل المعدلات والوفيات بشكل تدريجي بتاع الاطفال ومش شرط لما الدولة تكون اقل من دولة ان ده يكون على الجانب فيه تأثير من الحكومة لا ممكن يكون الحكوم متزمة كل الالتزامات اللي عليها ولكن الموارد قليلة الدولة فقيرة فدي معلومة تانية اخر معلومة قالك انه غياب كل التدابير الايجابية ووجود التدابير الراجعية او استبعاد بعض الناس من الحقوق ده هيعتبر انتهاك لحقوق الصحة او انتهاك لحقوق الانسان بشكل عام الصفحة دي منخصة في شوية نقاط مبدأ البروجريسيف رياليزيشن يطبق على حاجات البوزوتف فقط زي ايه البروتكت والفولفيل الفولفيل والبروتكت ما يطبقش على الريسبيكت خالص مافيش حاجة اسمها انها تريسبيكت او ان الدولة تحترم الحق بشكل تدريجي لا هي بتدافع عنه او بتكمله بشكل تدريج لكن الاحترام الحق في الصحة على سبيل المثال مش محتاج اني اتأكد ناس كلها اصحاء لا انا ممكن ابني بشيء من التدريج انا الدولة ملزمة بشيء تدريجيا انها تعمل نظام صحي متكامل ممكن بشكل بسيط يقدم للناس ايه للخدامات الصحية الاساسية ده اللي الدولة المنظمة تبدأ به المبدأ بتاع الاصلاح التدريجي ده يعني ان الحكومات لازم تبني تحط اهداف وبنشماركس او معايير قدام عينيها عشان توصل بشكل تدريجي ان تقلل معدل وفيات الاطفال وترفع مستوى عدد الدكاترة لكل الف نسمة وتزود عدد الناس اللي اتطعاموا ضد الامراض الخطيرة والمعدية ومش دادما لما المستوى يكون في بلد مستوى الصحي قليل عن بلد تانية ان ده يكون بسبب الانتهاجات لحقوق الانسان لا ممكن يكون بسبب الدولة نفسها بيقول لك ممكن يكون في الدولة الفقيرة اقل منه في الدولة الغنية اللي هو المستوى الصحة يعني من غير اي تأثير من الدولة لا هي الدولة نفسها فقيرة Garcia وغيام التدابير الايجابية ووجود التدابير الرجعية واستبعاد بعض الناس من الحقوق ده بيعد انتهاك لحقوق الانسان كان amount of violation of the right to health هتمنى تكون فهمت الكلام هنعمل يدلقتي بقى هنطبق كل اللي احنا قلنا ده التلات التلات التزامات Obligation to respect Obligation to protect Obligation to fulfill هنطبقهم على الحقوق اللي احنا اخدناها للدرس اللي فات حق الحياة حق التعليم حق الصحة حق عدم التعذيب حق الانتخابات كل او التصويت في الانتخاب هنمسك كل واحدة من دول ونقول لك ازاي الدولة ايه الالتزامات اللي تقع على الدولة من التالة الجوانب يعني حق الحياة ماذا يجب على الدولة لاحترام حق الحياة وللدفاع عن حق الحياة ولتكميل وتعزيز حق الحياة هنطبق لك كل مثال من دول وده اكتر سؤال يجي في متحايا هنطبق لك كل واحدة من دول ويقول لك قول لي هي respect ولا protect ولا fulfill هنطبق لك اي سؤال على كل الحقوق حق الانسان في عدم التعذيب حقه في التصويت في الانتخابات حقه في الصحة حقه في الطعام بقى هم دول الحقوق اللي انا اخذها ويبقى كده اعتبر ان اردنا ان خلص الدرس فخليك معي طيب تعالى معي هنا بقى هنمسك كل الحقوق اللي بتلك عليها الخمس حقوق دول وكل واحد فيما هنطبق عليه التلاتة التزامات بتوع الاحترام او اللي هو الدولة تحترم الحق وتدفع عنه وتكمله او تعززه هتلاقي كلهم respect الدولة نفسها بتمنع نفسها انها تتدخل او تظلمك او تسلب حقك او بتعمل تدابير تمنع نفسها انها تظلمك كل حاجة تلاها تابعة الدولة لكن protection بتمنعك من طرف تالت بص بص باختصار اي حاجة تلاقيها فيها طرف تالت غيرك وغير الدولة والدولة بتحط قوانين او عهود او مش عارف ايه عشان تمنعه اعرف ان ده protection على طول واي حاجة فيها positive action اي حاجة بتاخدها انت من الدولة بشكل مباشر عشان تعزز الحق ده عندك او تسهل طرق وصورك للحق ده او ترفع مستوى المعيشة اي حاجة فيها كلمة مستوى والدرجة بتاعت المستوى بتاعت الحق ده اعرف انها fulfillment تطوير فهم الفكرة او تعزيز فحق الحياة مثلا بيقولك هنا ده بوليس كل واحدة من دولة تجي في الاسئلة ده بوليس الشرطة shall not intentionally take the life of a suspect الشرطة ما ينفعش ما ينفعش باي حال من الاحوال بشكل متعمد انها تاخد حياة اي واحد متهم عشان تمنعه من الهروب to prevent his or her escape in the event of a minor offense لو هو ممسوك في جريمة في offense قليلة مش كبيرة مش قاتل مثلا لا ده هو واحد مسكناه في الاسم او الشرطة يمسكه فهرب منه مش معلل انه هرب وهو عامل جريمة صغيرة زي دي وان كانت كبيرة في القدر لكن هي صغيرة تظل انها جريمة ما تستهلش القتل حل ما يفعش الشرطة يقوم يطلع ضربه بالنار الشرطة هنا هو مقام الحكومة هو ده الدولة هو ده الستيت فالستيت لازم ما ياخدش حق المواطن شوفت يمتنع عن اخذ يمتنع عن اخذ حق عن اخذ حياة المواطن ده بنسميه ايه ريسبيكت رايت تو ريسبيكت او اللي هو او بليجيشن تو ريسبيكت ده السؤال ده جاي في انتحان جاي في انتحان بيقول لك ساتش اذ ايه بقى ساتش اذ ثيفت اللي هو زي الحرامي الحرامي ما ينفعش الشرطة يقتله لمجرد انه سرق لان السرقة ما تستواجبش القتل فمن فكرة ايه فعشان كيا بنقول ده هيبقى اعتداء من الدولة على حق الحياة لما هي تمتنع عن ده ده بيبقى التزامها بالايه باحترام حق الحياة او بليجيشن تو ريسبيكت طب لما تيجي تحميك بقى بيقول لك الهجوم اللي بيهدد الحياة او اللي اسمها ايه الحالات الاعتداء اللي بتهدد الحياة بواسطة الافراد ضد بعضهم بواسطة بعض الافراد ضد الاخرين اهو اطراف تلتهم حلو او اللي هي بنسميها attempted homicide اللي هي حالات القتل المتعمدة لازم تعتبر جرائم shall be crimes carrying appropriate penalties penalties اللي هي عقوبات لازم الكريمز دي او الجرائم دي تتحط عليها عقوبات مناسبة under domestic criminal law اللي هو القانون العقوبات المحلي ده قانون العقوبات المحلي لازم يحط عقوبات مناسبة appropriate penalties على ايه على الكريمز على الجرائم اللي هي عبارة عن ايه الاعتداءات بالقتل على الناس من قبل اطراف تانين من قبل بعض الافراد على بعضهم فده لازم ان الدولة تدخل وتحمي الناس تحمي شفت بتحمي النائبي تحميك انت من طرف تالت مش من الحكومة بقى لو من الحكومة ده respect من طرف تالت يبقى ايه ده protection وبيقولك the police shall duly investigate such crimes لازم ان الحكومة او الشرطة تحقق في الجرائم دي in order to bring the perpetrators to justice عشان توصل انها تحضر مرتكبي تلك الجرائم الى العدالة perpetrators يعني ايه مرتكبي للجرائم حال تحضرهم لايه للعدالة وليقفوا امام طاولة القانون ده كله يتعلق بيه protection اول ما تشوف في نص السؤال الكيس اللي ما ادهالك ها لقد لقيت فيها طرف تالت والدولة بتحاول تقف ضده او تمنعه اعرف ان ده protection عرضه ده obligation to protection ده التزام الدولة بالحماية لكن لو الدولة اللي مستمش عايز تظلمك الشرطي نفسه مش عايز يقتيلك ده obligation to respect طب لقا هم عايزين باقي يعملوا حاجات تعزز الموضوع ايه تخلينا احلى ده يحطوا قوانين تزبط الموضوع اكتر تديلك حياة احسن تقلل مش عارف الدرر اللي بيقع عليك كل ده اسمه fulfillment بشكل عام او فيبيلك the authorities او المؤسسات الدولة shall take لازم تاخد legislative legislative جاية من ايه اللي هي حاجة شرعية قوانين تشريعية حاجات قانونية legislative يعني حاجة من نظرة قانونية او شرعية دي صفة معناها شرعي او قانوني و and administrative اداري measures يعني تدابير لازم الدولة تاخد تدابير ادارية وتشريعية او قانونية عشان تعمل ايه to reduce progressively child mortality and other types of mortality whose underlying causes can be combated يقولك لازم الدولة تاخد اجراءات وتدابير شرعية او تشريعية قانونية يعني وادارية عشان تقلل تدريجيا وستدريجيا حتى قلتها كلمة تدريجيا دي دايما بنجيبها مع الfulfillment حاجة بنعملها بشكل تدريجي نقلل عدد ايه نقلل وفيات الاطفال فهنعمل بقى مستشفيات ونعمل حاجات تحافظ على حق الحياة عشان نقلل وفيات الاطفال ووفيات الاطفال مش بتموت من مش حد يبقتلهم ومموت في المستشفيات بسبب الاهمال فده لازم نعمل ايه لازم نحسن جودة الحياة نحسن جودة الحصول على حق الحياة شفت جودة الحصول بندي تكميلات تعزيزات حلو فده ايه هز اندر لاين كوزيس اللي الاسباب بتاعتها يمكن محاربتها او مكافحتها كان بي كومباتل لازم ان نحن نحط تدابير نعمل قوانين ودستير والحاجات دي عشان نخلي حق الحياة يتم التمتع بشكل افضل فده اول ما يجيلك النقطة دي اتفكر فيها هل ده حاجة ايجابية ولا سلبية هل ده حاجة الدولة بتدهاني اه يبقى fulfillment على طول يبقى الدولة لو بتحميني يبقى protection لو بتحميني من نفسها يبقى respect هي نفسها تحترمني حلو لو بتديني حاجة هتديني تدابير تحميني من كذا تديني قصد تدابير توفر لي كذا تخلي المستشفيات احسن تخلي جودة الحياة احسن يبقى ده ايه fulfillment طب المثال الاوضح بتاع التعذيب prohibition او المنع من التعذيب torture او cruel inhuman degrading treatment او المعاملة غير الادمية او المعاملة القاسية او اللي هي المعاملة المنحطة دي حلو لازم الدولة في الحق ده اللي كان عندنا درس اللي فات الدولة زي تحترموا انها هي نفسها ما تعذبنيش طب زي تدافع عني انها تخلي غيري ما يعذبنيش طب زي ترقى بالحق ده انها تاخد اجراءات تخلي الموضوع ده احسن هديك امثلة detainees detainees يعني المحتجزين questioning detainees يعني استجواب المحتجزين الناس المعتقلين الدولة تيجي تاخد منهم اسئلة زي في الافلام كده عايز يسألوا على انت عملت كذا ليه مين قالك على كذا طب لو ما جاوبش الدولة ماينفعش تستخدم معايا طرق التعذيب لان ده شيء غير ادمي فهم الفكرة فالدولة نفسها ما تستخدمش التعذيب ده اسمه ايه obligation to respect التزام الدولة باحترام حق الانسان في انه ما يتعذبش طب ازاي بقى تدافع عنه او تبروتكت لما الاثورتيز تحط legislative and other measures تحط تدابير قانونية against domestic violence بصوا الجملة دي مهمة قوي domestic violence domestic يعني محلي violence يعني ارهاب او عنف العنف ده ييجي من اين من اطراف تانية بقى من اطراف خارجية لما الدولة تحط تدابير ضد الاطراف الخارجية دي يبدأ ده اسمه ايه بتحميني من الاطراف الخارجية من العنف الخارجي بتحميني ان حد يعزبني ان عصابة عزبني ده كله بنسميه protection بنسميه obligation to protect في كلام سهل قوي جدا عفاكة لو ركزت فيها هتوضح لك الصورة اكتر جميل طب ازاي الدولة تعزز تديني حاجة ايجابية في الموضوع ده عشان تمنع التعزيم قالك لازم يدربوا زباط الشرطة على طرق مقبولة ومشروعة في استجواب المحتجزين ادينا لهم تدريب عملنا تدريب حاجة ايجابية مش مجرد خلينا الضابط ما يعزبكش لا وكمان عرفنا طرق يستجوبك بها بشكل كويس فادينا لك حاجة ايجابية عملنا تطوير وتعزيز في عملية ايه في حق الانسان في عدم التعزيب عملنا تعزيز للموضوع خليناه كمان يتسئل بطريقة كويس فده fulfillment فهمت الفكرة ايه فـ Respect الدولة بتمنعك من نفسها حاجة سلبية Protection بتمنعك من غيرها من الطرف الثالث الطرف الخارجي ان يأزيك fulfillment بتحاول تطور الموضوع تعزيزه تخليه احلى من فكرة توضح اكتر في حق الانسان في التصويت انها تحترم الدولة الاحترام هو عبارة عن ايه ان الدولة ما تتدخلش في الانتخابات ولا تغير نتيجة الانتخابات The authorities shall not interfere ايه فعش المؤسسات تتدخل في عملية التصويت كلها في الانتخابات دولة ما تدخل فيها لا تزود اصوات ولا تقلل اصوات لا تغير النتائج ولا تلعب فيها and shall respect شفت واضحة جدا لازم ان تحترم The election results نتائج الانتخابات election يعني الانتخابات حلو؟ فده كله يدرك تحت حق ايه او الالتزام بيه الاحترام احترام حق الناس في التصويت في الانتخابات طب ازاي تحميني بقى ده هي كده حامتني من نفسها انها ما تدخلتش طب لو حد جاي يزور لو رجل سياسي عنده قوة جاي حاول يفرد رأيه او يسمى ايه يستقطب الناخبين كل ده حاجات مجرمة لازم ان هي توقف ضده فده من ساميه protection The authorities shall organize voting by secret ballot بلد يعني ايه اقتراع عملية الاقتراع اللي هي الانتخابات يعني حلو؟ لازم ان تخلي الانتخابات سرية للغاية وتنظم عملية التصويت في الانتخابات بشكل سري عشان كده بتخش تلاقي ايه قوضة كده مقفولة وفيها عالجانب ركنية بتقف فيها تكتب صوتك عشان ما حد شعفتها بتكتب ايه حاش يقدر يطلع عليك في يرهبك يعملك عملية ارهاب فكري حلو؟ كل ده الدولة يتوفروا عشان to breaklude breaklude يعني تمنع threats التهديدات او الحاجات الارهاب الفكري زي ما قلتلك by persons in power بواسطة الناس اللي عندهم قوة ممكن عضو برلماني مثلا عنده سلطة فيرهب الناس يخليهم انتخبوه لحسن خايفين ان المصالحهم توقف فده كل ده الدولة توقف ضده يقب توقف ضده اطراف خارجية يبقى ده protection زي ايه من الناس اللي ممكن يعملوا الموضوع ده politicians السياسيين او رؤساء الاحزاب heads of clan or family or employers او اللي هما رؤساء التوزيق رؤساء الشركات ورؤساء العائلات مثلا كبار العائلات لو احنا في دولة ملكية الى اخرين حلو فكل ده لازم الدولة توقف ضده عشان تمنع اي حد يعتدي على حقك في التصويت في الانتخابات ده كله حماية protection لكن لو الدولة نفسها ما تدخلتش في الحق ده ما تدخلتش في حق الانتخاب ومنعت نفسها هنا تأذيك فيه ده اسمه respect طب ازاي بقى تفلفيل توفر لي بقى الطرق والاماكن اللي همتخف فيها وتزبط الجو حاجات تكميلية حاجات تعزيزية اسمها فلفيلمنت the authorities shall organize لازم انت تتنظم عملية ايه انتخابات تكون عادلة ونزيها free and fair elections تنظم بتديني ايه بتديني حاجة ايجابية and ensure that as many citizens as possible can vote وتتأكد ان عدد اكبر من المواطنين هي ايه هينتخبوا فتعمل ده ازاي بقى اعلانات وتتروج في الجرائض انتعرف الناس ان في انتخابات الى اخرية كل ده حاجات ايجابية حاجات الدولة تعملها لتعزيز الحق لكن الحماية بتحميني من طرف يأزيني الrespect بتحميني من نفسها انها تأزيني واضحة زي الشمس يا جماعة طب في حق الصحة انها هي نفسها ما تعتديش على الصحة يبقى respect تمنع غيرها ان يعتدي على الصحة تحاول تطور جودة مستوى الصحة يبقى fulfill طب تعالى اديك امثلة في حتة respect بيقولك the authorities shall not restrict الدولة ما ينفعش نفسها تقيد او تحط قيود على حق الصحة ما ينفعش تمنع حد ان ياخد الصحة دي حق الصحة ده مكفول للجميع حق المرافق الصحية مكفول للجميع inter-alia inter-alia على بعضها كده معناها ايه بما في ذلك او يشمل ذلك ايه اللي ممكن الدولة تعمله forced sterilization or medical experimentation اللي هي التجارب الطبية وعمليات التعقيم الاكباري او القسري بالسين حلو كل ده يدخل تحت فكرة تقييد الدولة لحق الصحة لازم الدولة لا تقيد حق الصحة بأي حالة من الأحوال يعني انت افهم المبدأ العام بتاعها عشان ما نطولش حلو يبدأ لو الدولة ما قيدتش حقك في الصحة ما تدخلتش وما داييتكش ما منعتكش تاخد حقك في الصحة فده كده respect احترمت حق الانسان في الصحة طب لو منعت الغير ان يعتدع الحق الصحة ازاي ايه المثال اللي مدهولك ال-FGM اللي هو female genital mutilation mutilation او في male genital mutilation يعني ختان الاناث او اللي حب نسميه باللغة السليمة خفاض الاناث بيسموه كده الختان للذكور يعني لغويا الختان للذكر اما الانثى بيسمى خفاض حل العملية معاينة عزوناك عارفة اللي بنسميها في مصر هنا احنا في مصر ايه لخصنا الاتن في بعض وسمنا نام طهور فمن فكرة الطفل بتولد بتهروب حل بس احنا عندنا بيقول ان ده هو بيقولك ان العملية دي دلوقتي في القانون تعد جريمة تعد شيء غلط جدا لان الممارسات بتعديها ممارسات خاطئة للغاية والطب اثبت يعني ده ده شيء كويس اغلب الاطباء شبه مجمعين على ضرر تلك العملية لازم تتمنع وتجرم ده كلنا بدفع عن مين الدولة هنا بتبروتكت الطفل بتحمي الطفل من ان يتم انتهاء حق الصحة بتاعه من قبل الاخرين الناس اللي هيعملوا العملية دي الناس بقى بتضع الحلقين ولا المزين ولا الحاجات الغريبة دي وخلي ده حتى في الشريعة عندنا شيء غلط يعني لو جيت تبص في الشريعة الامر ده كان من امور عشان مطادها شائق جدا والاسف هلاقي تعليقات او ممكن واحد يعني بيقول حتى في دماغه احنا في زمن والله شاعة فيه التسطيح التسطيح المعرفي المعرفة السطحية اللي هو ايه واحد ايفن معايا الفيديو دلقتي وكل معلوماتها تبقى عبارة عن ايه هيقوم داخل على النت وده والله لو انت بتعمل كده فصدقني انت في خطر انت في خطر عظيم لو انت لما بتحتاج قضية معينة كل خبرتك فيها تمعامل ايه داخل على جوجل كاتب حكم كذا ده في الدين بالذات بقى دي مصيبة حكم كذا فيطلع لك موقع اوله وكلمة اسلام وبعدها اي حاجة ده دي الموضة النهاردة حط اسلام وربط فيه اي كلمة تقنية يعني اسلام وحط جنبها ايه تيك ويب ان اي حاجة فهم هيتطلع لك موقع بيتكلم في الدين او موقع بيتكلم في السياسة او موقع حتى بيتكلم في الطب وتاخد منه معلوماتك ده جريمة انت بتنتهيك في حق نفسك فما تبقاش معلوماتك عن الموضوع دي زي كده مثلا في الشريعة الاسلامية معلومات سطحية جدا واني الختان الاناث واجب لا ده حرام لا ده مش عارف ايه اهدى وتريس كده وادرس الموضوع بتتأني واعرف التغيرات اللي بتحصل ان احكام الشريعة مش كلها ثابتة مش كلها على نفس الدرجة لو انت مفكر ده فانت بسيط احكام الشريعة عندنا على درجات كتيرة واحكام الشريعة من فوق خرس كنت دايما او من بعض ما اي حد اكلمه من زميلي لازم نقوله يا حبيب ابد من اتكلم افهم ان الشريعة مقسمة الى محكم ومتشابه في اشياء محكمة قال منه ايات محكمات وانهن ام الكتاب واخر متشابهات واني تحت لو نزلنا لتحت خالص في اقسام للأحكام الشريعية الاحكام الشريعية خمس اقسام اول حرف بتاخده في اصول الفقه للاسف بيكلمه في الفقه وبيفتو الناس وميعرفوش المرات في الاحكام الشريعية حلو ان فيه واجب ومندوب وبعدها المباح في النص كده مباح ام بتوين بعدها مكروه وبعدها محرم والمحرم ده على درجات فيه محرم لذاته ومحرم لغيره ومحرم لعلة ومحرم لحكمة وفي قصة طويلة والحكمة والعلة دي قصة طويلة قوي هذا الحكم محرم لعلة معينة ولا لحكمة الحكم اللي حرمناه لعلة يدور مع العلة دي وجودا وعدما فلو انتفت العلة ينتفي الحكم والحاجات المحرمة لغيرها الحاجات المحرمة لحكمة لا تنتفي بانتفاء الحكمة لو انت ما لو واحد قال لي النهاردة انتو بتقولوا ان الزنا حرام أصله بيعمل خلط في الأنساب. خلاص انا هكلم حقيقة واحدة كده عاقر وبتخلفش. ففيش نسب أصلا. ينفع روح بقى أمارس معها الفاحشة. هلونها طبعا. ليه؟ لان دي حكمة مش علة. الحكمة من تحريم الزنة احنا قلنا لك اه عشان الأنساب ما تختلطش. لكن حتى لو مختلطتش يفضل حرام. فده من سميع محرم. بس ليه حكمة مش علة. اختلاط الأنساب هنا حكمة وليست علة. لو كانت علة يبقى الحكم هيدور معها انتفاقا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هل لو العلا انتفت الحكم ينتفي. ما بقاش حرام. يبقى الزنة حلال ساعتها طبعا. نفس الكلام في الحتة تختلال الإناث. هل ده محرم لذاته ولا محرم لغيره. هنا احنا بنتكلم في الشريعة عن دي انه محرم لغيره. مش لذاته اصلا. انه هو شيء ما اترفض في زمننا. ودور الافتاء بدأ. ودور الافتاء المصرية من زمن بتفتي بتجريم ده من فترة كبيرة من الفين واربعة تقريبا. بتجريم العملية دي ليه محرم لغيره. لان الممارسات بتاعتها ممارسات خاطئة. ممارسات بتضر بالانثة بتخلي المرأة الطفلة الصغيرة بتتضر جسديا ونفسيا وحورات كتيرة جدا. حلو. فما يفعش واحد يقول لي اصلا الزمن كانوا بيحللوا ودلاته بيحرموا. دول الناس بتوع سلطانه وكرسي وكلام الفارق ده مفتين بيتبعض الهواء. لا يا حبيب انت اللي مش فاهم. الشريعة مش كده. الشريعة فيها تغيرات. فيها احكام بتتغير بمرور الزمن. لان الحاجات دي اصلا من امور العادات. مش هتلاقي اي دليل في السنة النبوية او في التشريع الاسلامي. بيقول لك روحوا اختنوا الناف. ففيش كده. والنبي صلى الله عليه وسلم خيره خلق الله. خلف او انجب اربعة من البنات الطاهرات المشرفات. سيدات ونساء العالمين. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والاربعة دول لم يختتنوا. محدش ما وردش في السنة اي دليل على الواقع. حاجة من امور الواقع. بنسميحنا بقى امور العادات. اعتاد عليها الناس. ساعتها في الوقت الزمن النبي. فالنبي زبط الحوار ده. قال لهم ايه? لا تنهكي. يعني متعمليش ده بشكل فيه ازية للبنت. هل ده معنا بيقول لها اعملي كده? لا. جف زمن اثبتنا ان ده غلط. وان اغلب الممارسات وممارسات خاطئة. فمنعناه. حرمناه. النهاردة در الافتاني المصريح بتحرم ده. والازهر الشريف نفس الكلام. فعشان كيف يقول ان افهم امور الشريعة ما تقاش متسرع. في ناس زمنة لو قابلتهم في الكلية ابعد عنهم. والله يا عظيم. في ناس بتضخم المسائل دي جدا. يتخليها من اصول الشريعة. واللي ما يقولش واجب يبقى داخل النار. افهم بس على اهدع حالك كده. وتريس. وحتى لو جدت بص في اغلب الدول الاسلامية. ما بتعملش العملية دي خالص. عملية اختاني الانات دي. مش موجودة غير في مصر والسودان. وهي دي الاماكن اللي فيها قلق. حلو؟ البعين كلهم مستقرين ان هوا بيعملوش الحاجات دي. فهمي الفكرة؟ فالدولة لازم ان تحمي البنات الصغرية من الاعتداء عليهم جسديا. بهذا الشكل البشع اللي بيتمي في السودان وفي مصر. في بعض الاحوال. حلو؟ وفقا لعداد خاطئة وتقاليد ما انزل الله بها من سلطان. مش موجودة في الشريعة ولا في اي حاجة. حلو؟ من زمائل FGM او اللي هو الواختاني الاناف. ده لازم يتمنع. ده من باب ان الدولة بتحمي الشخص من الاعتداء على حقه. انا اسف على التطويل بس ايه؟ انا ممكن اتكلم فيه كتير والله. ممكن اتكلم في اي حاجة اللي انا اتكلم فيه من شوية دول. نقعد ساعة نتكلم فيها. بس انت ممعكش وقت ايه. بعدها او اللي هو التطوير او التعزيز. ان الدولة توفر لك مستوى صحة مناسب. يبقى خلاص هي منعت انها نفسها تضرك. او تقيد حق الصحة بتاعك. منعت الغير ان يضرك في صورة ايه? في صورة ال FGM او اللي هو ختان الاناث. وكمان هتتعمل لك بقى تتعزيز لك وتطور لك شكل ايه? انك تاخد الحق ده باحسن قدر ممكن. فهتدي لك اي حاجة تلاقي فيها اديجويت. مستوى مناسب من كزا. اعرفنا على طول. حل. او تطوير يعني. اديجويت number of hospitals. اه. hospitals اللي هي مستشفيات. عايز اتوفر لك عدد مناسب او كافي. اديجويت يعني كافي او مناسب من المستشفيات. والمراكز الصحية او الخدمات الصحية الاخرى. other public health care facilities. health care يعني الرعاية الصحية. العامة. facilities يعني ايه? مرافق او خدمات. خدمات الصحة الايه? العامة او الرعاية الصحية العامة. shall provide services equally accessible to all. لازم توفر الخدمات الصحية الجميع. كل ده بنسميها انها بتعزز جودة الصحة فده بيقى fulfillment. ادي كفهمت الموضوع. طب في حق الطعام. لو الدولة ما منعتش الناس انها ما تدخلتش ومنعتش الناس من هما ياكلوا بالبلد دي كده. ده كده respect. طب لو منعت الغير من ان يضر حد في اكله. ده كده protect. طب لو بدأت توفر لي سبل احسن للحصول على الطعام. ده كده fulfillment. اقرأ معايا. the authorities او مؤسسات الدولة. shall refrain. تبتعد. لا تتدخل. refrain تبتعد عن ايه? from any measures. تبتعد عن اي تدابير. انها تاخد اي اجراء. that would prevent access. اللي ممكن يمنع الوصول للطعام. to adequate food. اللي ممكن يمنع الناس من الوصول للطعام. على سبيل المثال. arbitrary evaction from land. الابعاد القصري. eviction يعني ابعاد. arbitrary يعني قصري. بالسين يا جماعة. مش بالصوت. قصري يعني اجباري. انها تبعد الناس عن اراضيهم. انها تاخد من الناس الاراضي. فالحاجات دي الدولة لازم ما بتعملهاش. لان لو عملتها هتبقى بتمنع الناس من الوصول للطعام. يعني بتنتهك حق الطعام. right to food. يبقى ده ان الدولة ما تعملوش. ده بنسميه obligation to respect. فهمت الفكرة ايه. طب الحاجة التانية انها تحميك. من اللي هيحاول يعمل كده. the authorities shall adopt laws. لازم تحط قوانين. or take other measures. وتاخد اجراءات اخرى. to prevent powerful people. تمنع الاشخاص اللي في مراكز القوة. او المؤسسات او الشركات. ان هما from violating the right food. ان هما ينتهكوا حق الطعام. يبقى بتمنع الغير ان ينتهكوا حق الطعام. ده اسمه protect على طول. على سبيل مثال شركة معينة بتلوث مية مصدر المية. بترمي مخلفاتها في النيل. فده لازم ما للدولة تمنعها. او land owner صاحب ارض. بيمشي ايه البيزنس. اللي هم الفلاحين. زي فارمرز كده. بيزنس هي الفلاحين. لو بيمشي الفلاحين من الارض او بيمنعهم من الاراضي بتاعتهم. فده كده او بيسبب اي ضرر في حق. ده بينتهك حق الطعام. فلازم الدولة تمنعه. يبقى هي كده بتبروتكت. بتحمي صاحب الحق من الاعتداء على حق. طيب انها تعزز ده بقى وتكمله وتخليه احلى. the authorities shall implement policies. لازم ان تطبق بعض السياسات. زي ايه? agrarian reform. الاستصلاح الزراعي. agrarian جاي من agriculture. صح? ايه صفة منها. حيال reform يعني استصلاح. او الاصلاح الزراعي. انها تجيب اراضي صحرة تحولها الارضي مزروعة. ده اجراءه. حاجة positive. يبقى fulfillment. عشان تعمل ايه? عشان توفر اكل اكتر. وتتأكد ان الناس هيبقى هيوصلها اكل احسن. يبقى to ensure the population's access. وصول الناس. السكان. to adequate food. لطعام مناسب. and the capacity of vulnerable groups to feed themselves. وقدرة الفئات الضعيفة. vulnerable يعني ضعيف. حد الفئات المستضعفة اللي ما عندهاش اوت. تضمن ان هم يدروا يؤكلوا نفسهم. ليه? لان انا استصلحت لهم الارض. جاءت لهم اراضي زراعية. فده اجراء ايجابي من الحكومة. يا ما ده fulfillment. طيب بعد كده هناخد حاجة اخيرة. بتتكلم عن ايه? اللي فده كله ثلاث التزامات. عمين ندور حواليهم. اللي هو respect. protect. ايه? fulfill. او fulfillment. حل. دلاتة ناخد التزام بقى اخير. التزام بيتكلم عن ايه? ان لازمة الدولة اللي فده كله بيتعلق بالحق قبل ما حد ينتهكه. طيب لو حد بالفعل انتهك حق في احد الحقوق الانسانية. بعد ما ينتهكه. هل الراجل يسكت؟ لا. لازم اللي انتم انتهك حقه ده. يبقى انتصاف. انتصاف يعني ايه? ينصفني. ياخد لي حقي. بنسميها remedy. remedy زي ما قلت قبل كده في اول الدرس معناها علاج. بس ايه هنا معناها ايه? حق انتصاف. ان انا اخد حقي بشكل قانوني. domestic يعني محلي. فبنسميها حق الالتزام الدولة. بنتوفر مراكز محلية للانتصاف. للانتصاف للمواطنين. اللي يتم الاعتداء عليه. يجي وانحنا نجيب له حقه. لانه خلاص هو تم الاعتداء عليه خلاص. عايزين بقى نرجع له حقه. نعوضه. نعمل له عمية reparation. قصة تابعة بعضه. كل الكلام تابعة بعضه. هل فده بنقول بقى ايه? obligation to provide domestic remedies. التزام الدولة. obligation يعني التزام. التزام الدولة بتوفير مراكز انتصاف او سبل للانتصاف المحلي. حاجة جوة الدولة زي المحاكم مثلا اروح لها اقول لها انا اتظلمت. انا تسرقت. انا محلية افل. انا مش عارف ارضي اتخذت. هاتيلي حقي. هلو انا تم انتعك حقي انا عايز بقى حقي. فده بيقول لك بقى هو. the very notion of rights entails. يعني نوشن يعني فكرة او مفهوم. المفهوم بتاع الحقوق في ذاته في نفسه. او ده معنى كلمة very. يعني المفهوم ده في حد ذاته يتضمن فكرة الحقوق تتضمن ان يدفع عنك لما يتم انتعك حقك. ده من حقك علي ان انا ادافع عنك بعد ما ينتعك الحق. فمن فكرة او اجيب لك حقك ورجعه لك. فبيقول لك ده بيتضمن ايه. the possibility. امكانية. the possibility to have recourse. recourse يعني لجوء. ان انا الجأ لحد. حلو. لما الجأ لمؤسسة ولا منظمة كبيرة دولية او محل اسمها ايه. تبع الدولة بتاعتي. وتاخد لحقي لما يتم الاعتداء عليه. او بيقولك ده بيشمل فكرة حقك الانساني ده. بيشمل امكانية انك تلجأ to recourse to a national authority. لمؤسسة قومية. في حالة in the event that. في حالة اني حق من حقوقك تم انتهاك. a right is violated. على سبيل المثال. judicial. judicial يعني حاجة قانونية. او مؤسسة قانونية. اي اي authority قانونية. زي المحاكم مثلا. او administrative. حاجة ادارية. زي الحاجات اللي في مصر اللي علاقة بالشركات والسجل والشهر العقاري والحاجات الزي كده. الجاء لها لو حصل اي عمية نصب علي. يعني حق انتهك. او legislative. اي حاجة شرعية تشريعية. زي مجلس النواب مثلا. او مجلس النواب العام. كل دي حاجات تشريعية وقضائية وادارية. او اي مؤسسة اخرى تبع الدولة. يبقى مكان ده اقدر الجاء له لما حق من حقوق يتم انتهاجه. حلو. طب لو الحاجات المحلية دي ما عملت ليش اللي انا عايزه. لازم ان يكون في فرصة ان انا اوصل لحد اعلى من كده. حد غير افرد المحكامة ما جابت ليش حق. مفترض يعني. لازم ان يكون عندي سبل اعلى من كده. اوصل للحاجات الدولية. اللي يقول لك في محكمة النقد ومحكمة العدل ومحكمة مش عارف ايه. في محاكمة كتيرة. في بقى فوقها خالص. المحاكمة الدولية. اللي ممكن اعمل زي اللجوء السياسي كده. ممكن يعني ارفع دعوة على البلد كلها. انا البلد نفسها ظلماني مسلا. زي الدول اللي فيها عصاباته جماعات ارهابية. ممكن للشخص يقدم لدولة تانية حق لجوء. فيشوفه يدرسه قضيته. لو فعلا هو مضطهد ياخده. اضطهد بقى ديني. اضطهد عرقي. اضطهد مش عارف ايه الاخرين. ده بنسميه يعني حاجة فوق قومية. حاجة مش بس تبع البلد. ده حاجة كبيرة. فوق الدول كلها. محاكمة الدولية زي ما يقولوا كده. جميل. عشان كده اللي انا لو رحت انا عن نفسي محمد ده. لو رحت اي محكمة جنبيني قلت لها مصر بتنتاج حول الانسان. انا هتحبس اصلا. فمش بغزة. لكن انت بتروح للمحكمة دولية تقدم لهم الطلب. وهم يشوف انت كلامك صح ولا غلط. ممكن تكون انت الغلطان. فهمت فكرة. فده بنسميها سبل الانتصاف المحلية. ان اللي حد ينتهج حق وجوه الدولة. يروح يقول للدولة انا عايز حق. المنظمات دي او المؤسسات اللي تاخد حقك دي اسمها دومستيك ريميديس. طب ما نفاعش بتروح لحاجة اعلى. اسمها سوبر ناشنال كورت. كورت يعني محكمة. محكمة فوق قومية. حاجة بين الدول بقى كلها. طيب. المحكمة دي تعمل لك ايه? هتضمن لك حقك في التعويض. طيب في عملية اللي انت تلجأ لحد محكمة عولية او حاجة محلية او حتى دولية وتاخد لك حقك. هتعمل ايه لما تاخد لك حقك? هتدي لك تعوضات. The right to reparations. انت من حقك كواحد تم انتهاك حقه ان يتم تعويضه. تعويضه ماديا او معنويا. سواء لو تم انتهاك حق مادي ليك اتاخد فلوسك ترجع لك. قتل لك قتيل تاخد حقك. مش عارف ايه تشوف ايه. الى اخر هي. طيب حق معنوي. مثلا تعزبت. فلازم تتعالج في مصحة نفسية لحد ما ترجع على اتزانك وطبيعتك. الى اخرين من الحقوق. فبوصة بيقول لك ايه? The right to effective remedy. عشان عندك سبل انصف حقيقية فعالة. لازم ياخدو لك حاجة بجد. مش مجرد. مش حاجة صورية. implies that. بيتضمن ذلك. ان الضحية the victim of a human rights violation. اللي تعرضت لي انتهاك لحق من حقوق الانسان. is entitled to reparations for the harm suffered. انها يعني تحصل على او يتضمن ذلك حصولها على reparations او تعويضات. اه. للايه? للاضرار اللي هي بتعاني منها او والاضرار اللي هي عانت منه. the state's obligation. التزام الدولة. يضمن inter alia bringing to justice. inter alia يعني يضمن حاجات بما فيها. مجموعة من الاشياء بما في ذلك. inter alia هي معناها كده. هل ان هي يعوضوني عن طريق ايه? bringing to justice those responsible for the violation. يجيبوا الناس اللي عملوا المؤدرر اللي هي. ويحطهم قدام العدالة. يعقبوهم. يحطهم. يقفوا امام طاولة. امام طاولة القانون. هلو? او امام المحكمة يعني. ده اول اول سبل التعويض. ان انا اشوف اللي زلمني او اللي اذاني. بيتعاقب. او ان هو بيتقام عليه. ايه? يتخب منه حق يعني. including public officials. يشمل ذلك موظفين الحكومة. او موظفين بتوع. ايه? الموظفين بتوع. الحاجات العامة يعني. والstate agents. حتى مؤسسات الدولة. الحاجات اللي جوة الدولة. اللي هي الوكالات بتاعت الدولة. اسمها ايه? مكاتب التوظيف. مكاتب مش عارف. الحاجات دي كلها. and take measures. والدولة تاخد كمان اجراءات وتدابير. to prevent its recurrence. يعني انها تتعاد. الدولة تضمن لك. انها ايه? ان الحاجات دي ما تتكررش مرة اخرى. ويطي لك تحت امثل على ايه? على التعويض اللي ممكن يحصل لك. اشكال التعويض. انا اخد ده في اخر الدرس. يبقى اول حاجة. ان في حاجة اسمها domestic remedies. او اللي هي سبل انتصاف محلية. ان الدولة بتوفر لي اماكن معاناة. اروح لها. ياخدو لي حق. بالبلد كده. حلو? لو ما انفعش بروح لمحكمة عليا. بيعملوا لي ايه اللي اتنين دول ايا ان يكون بياخدو لي حق. بيرجعوني بيدوني تعويض. التعويضات مش مادية بس. تعويضات عموما. للا ايه? تعويضات للضرر اللي انا عانيت منه. حلو? من ضمنها ان هم يجيبوا الناس اللي عملوا لي الازى ده. ويحطوهم ايه? قدام المحاكم ويحاكموهم. ويوقيعوا عليهم اشد العقوبات المناسبة. حلو? ده يشمل ذلك ايه? الموظفين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كله. ده عموما تعويض من اي حد يوقع عليك اي ضرر. ولازم ان ياخدوا اجراءات يضمنوا بها ان الموضوع ده ما يتكررش مرة اخرى. ملخص الكلام ان فكرة حول الانسان تتضمن امكانية انك تلجأ لحد في حالة انك تعرضت ليه? انتهاك لحق من حقوق الانسان. ده السؤال ده يجيب انتحان خلي بالي. حلو? وفكرة انك يبع عندك رمدي فعالة عندك سوء الانتصاف فعالة ان الضحية عندما يتعرض انتهاك لحق من حقوق الانسان انها تعوض نتيجة الضرر اللي واقع عليها. فده فكرة الانتصاف هو ده الانتصاف يعني بعينه ان ياخدوني حق ويعوضوني. حلو? وهي ملزمة في نفس الوقت انها يجيب لك الناس اللي عملوا الجريمة دي وتوقفوا مقام طويلة القانون وياخدوا تدابير يمنعوا بها ان هذا يكرر مرة اخرى. هو ده باختصار اللي احنا قلناها. ثلاث نقطة هم. بيدي لك بقى الصفحة دي يعني ايه? طويلة وهو لحبت اشرحها بالتفصيل هتخبض ديني وقت كبير جدا. خلي بالي. هو بيقول لك الحقوق الاساسية خالص. اللي هي الحقوق المدنية والسياسية. يعني حد اعتدى على حق الحياة. حق الطعام. حق الصحة. ده كله اللي هي اننا اروح للمحكمة وقول لهم هتولي حقي. طيب هل ده في الحقوق الاقتصادية? يعني مش بنفس الدرجة. في الحقوق الاجتماعية والثقافية? لا مش بنفس الدرجة. يعني لو لو رحت المحكمة تلاتي قلت له. انا عايز حقي في ان ان انتو مش موفرين لي مساحات خضراء. عارف يقول لي طلع مرة. او هتما قضيت رأي عام بقى وخش في دوامة ملاش اي لعنة. مش مش اطلع. مش اطلع منها. لكن لو رحت وتقول له ده اتلي قتيل. لا ده ده المحكمة تاخد قرار فورا. او اتمنعت من الاكل. او اتعذبت في مكان ما تحت ايد عصامة معينة. كل دي حاجات تتعلق بحقوق المدنية والسياسية. او حد زور الانتخابات وزور صوتي. كل الحاجات دي. اللي هي الحقوق المدنية والسياسية هي اللي بيتوفر فيها او صوبة الانتصاف مباشرة. اقدر اخد فيها حقي واتعوض. لكن في الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية مش بنفس الدرجة. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. احنا نفسنا يبقى فيه صوبة الانتصاف ولكن ده شيء مش عملي. مش نقدر نطبقه. مش قدر تيجي تقول لي. انا عايش كويس بس انا عندي ايه. المدرسة فيها افصول كتير. لو رحت تشتكف ده هلأ تاخد حقك؟ لا. لان مش بنفس. مش زي القتل ولا زي السرقة. احنا اللي بنقدر نوفر لك في صوبة الانتصاف مباشرة هي الحقوق بيقول لك ايه؟ البروفيجنز يعني. هل نقرأ له كده. بروفيجنز يعني بنود. البنود اللي بتاعة الحق في صوبة الانتصاف اللي موجودة اللي احنا ورنها لك فوق. دي كلها تتعلق برفير برايميرلي تو سيفل ام بوليتيكال رايتز. تتعلق فقط بالحقوق المدنية والسياسية. ولكن اغلب المعاهدات اللي بتتكلم عن حاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مفهاش نفس البنود دي. الحاجات المعاهدات اللي بتتكلم عن حق المواطن في الناحية الاقتصادية والناحية في العمل والحاجات دي كلها. مفهاش سبو الانتصاف. مفهاش ان اروح المحكمة اشتكي فاخد حقي. مفهاش ان انا ان الجأ لحد. لا ده انا بلجأ لحد دي في حقوق المدنية والسياسية فقط. اللي هي الحاجات الاسية قوي. اللي ما يفعش يتم الاعتداء عليها. لكن الباقي اه غلط يتم الاعتداء عليها. بس مفيش لحد النهاردة طرق سهلة نقدر نحقق بها فكرة سبو الانتصاف او ان انت تاخد حقك يعني. فعشان يقول لك اغلب المعاهدات اللي تتعلق بجوارب الاقتصاد والحاجات الاجتماعية والثقافية. الحقوق اللي تتبع الحاجات التلاتة دول. زي ايه? زي الانترناشنال ده اسم مكان. اتفاقية. اتفاقية عمولة. زي ميثاق الاول المتحدة. دي اتفاقية عاملت في الستينات. لو انت بس لحبتها كلمك عنها نطول. اتفاقية عاملت في الستينات. اتفاقية دولية شارك فيها حوالي حاجة وعشرين دولة ساعتها. حلو بتتكلم عن حقوق الاقتصادية وحقوق المواطن الاجتماعية والثقافية. من تسميها السيسكر. سي اي اس سي ار. بس نطق السيسكر على بعضها كده. حلو. واتفاقية تانية زي ايه? اتفاقية مشهورة جدا. تكلم عن حقوق برضو الاجتماعية والكنان ده. مفهاش نفس سوق الانتصاف الموجودة في حقوق المدنية والسياسية. بيقولك لا تشمل نفس البنود اللي موجودة فيه. البنود اللي موجودة في الاتفاقيات بتاعت الحقوق المدنية والسياسية. هناك تقدر تاخد حقك وتقدر تنتصف وتقدر تاخد ايه فكرة الريمدي. لكن الريمدي والحاجات الانتصاف دي مش متوفرة للأسف في الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هي متوفرة فقط في حق الانسان في الحياة والصحة والتعليم والبوليتيكال مش متوفرة في الحاجات البقية. فهي من الفكرة ايه? طيب ايه السبب? السبب ان فيه الحاجات الاتفاقية انه ليس متفق عليه. فكرة ان احنا اصلا نخليك تتحاكم حد على حاجة اجتماعية او ثقافية مش متفق عليه حتى بين الناس بتعلم من نفس بتوع ايه ايه اصلي بتوعه الانسان نفسهم. مش متفقين هل ده نقدر نطبقه فعلا ولا لا? والخناقة اللي حصلة في الموضوع ده التفريق بين الحقوق السياسية والمدنية اللي هي الفرست جنريشن. وبقية الحقوق اللي هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التفريقة بينهم كتت نتجة من الحرب ايه البردة اللي حصلت اللي كانت بين روسيا وامريكا. فمن ايام الستينات لحد اواخر التسعينات. الحرب البردة دي كان فيه خناقة قوي حصلت فيها. فكانت منها الخناقة على حقول الانسان دي. هل نطبقها ولا لا? بالشكل ده في القوانين. هل يقى فيه صوب الانتصاف? حتى في الحاجات الاجتماعية والثقافية. وكان الموضوع في النهاية يعني قال الامر الى ان الموضوع ده غير قابل للتطبيق. صعب جدا. مش نعرف التطبق. انت ممكن تجي المحكمة تقول لها انا تقتلت او تقيت سرقت. لكن ما تجيش تقول لها انا عني مشكلة اجتماعية او ثقافية. واخدي لي حقي. لا الموضوع اصعب. هيفلت يعني. يقول لك the reason is that the domestic or international justiciability. اه 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 امكانية المقاضى. ان انا ارخل للمحكمة يعني. justiciability. ان انا اروح للمحكمة. عشان المحكمة هنا محلية او دولية. ان انا ارخلها اه. اه. في حاجة اقتصادية او اجتماعية او ثقافية. عشان حاق ما الحققي تم انتهاكه. وياخدئ له حقي. ده في حد ذاته لحدتي بيتم منقشته. مش مش متفق عليه. is still questioned by many governments في حكومات كثيرة بتسأل بتتناقش فيه لسه and even by some human rights scholars حتى بعض خبراء حقوق الإنسان بيتناشوا فيه مش متفقين عليه والتمييز أو distinction between the two categories التمييز بين الفئتين دول من الحقوق اللي الحقوق السياسية ومدنية كفئة أو مدنية والحقوق الاقتصادية كفئة تانية التمييز بينهم يرجع إلى dates back to the ideological debates of the cold war يرجع إلى الخلافات الايدولوجية اللي حدثت أيام الحرب البردة ideological يعني ايدولوجية اللي هي طريق فكرتي مذهب فكري الايدولوجية بتاعتي مذهب الفكري أو طريق تفكيري أو اللي هو الرأي اللي أنا بتمنى اعتبرها كده فالنزاعات دي اللي كانت حصل لأيام الحرب البردة هي اللي خليتنا نختلف هل نفرق بين الاتنين دون الحقوق المدنية والسياسية وبقية الحقوق دي فيها صوب الانتصاف ودي للأسف لسه فهمين فكرة طبعا ده باختصار شديد زي ما تلك مش عايز أتكلم بالتفصيل الحقوق المدنية والسياسية بيتم التعامل معها على انها حقوق نيجاتف نيجاتف يعني ايه المطلوب فقط ان الدولة ما تتدخلش لكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتعمل معها انها حقوق تكميلية بنسميها بروجرامي رايز يعني السؤال ليه الدول بتخليها بتوفر لك سوب الانتصاف في السيفل والبوليتيكل وما توفركش في الإيكونوميك لان في السيفل والبوليتيكل هم بيعاملوها انها حاجات نيجاتف يعني ايه يعني حاجات اصلا مفوض ما تتلمس فلو حد لمسها تيجي تاخد حقك زي يجب مثلا حقك في الحياة الاصلا هو حاجة يعني ايه مفوض ما حدش يلمس حقك في الحياة ده حدش يقرب له حدش يجي موتك طيب لو موت لو حد قتلك تيجي تاخد حقك مش انت يعني لو قتلك قتيل يعني تيجي تاخد حقك لو اتسرقت دي حاجة نيجاتف تيجي تاخد حقك فعشان كيف يقول لك لو بيعتبروها حاجات نيجاتف عشان كده التدخل الدولة ما ينفعش يكون ايه ما ينفعش يدفع عنك ما ينفعش حد تتدخل في الحق ده ما ينفعش يتاخد عشان كده هيبتدرت ايه توفر لك سبل الانتصاف انك تيجي تاخد حقك وتقاضي من اعتدع على حقك اما الحاجات الايكونوميك والسوشيا والكالشورال بيعملوها انها حاجات تكميلية حاجات ايه فولفلمنت يعني حاجات اغلبها محتاجة الدولة تديلك حاجة فحنا مش ان نخليك تيجي تشتكينا ان احنا ما بنتدلكش لا ما ديجي لها قصة طويلة مش 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 زي حقك في الحياة فاش تيجي تقول للدولة انت ليه اروح ارفع عضية دلاتي على الدولة وقول لها اصلها مش عامدالي مدارس بشكل كافي طيب ده يتوقف على الاقتصاد وتوقف على حاجات كثيرة فلو فتحنا باب ان القضاء يطلع احكام في الحاجات دي هنخرب الدنيا عشكي هي مش مش هينفع تطبق بشكل عملي لان كل الناس ليها قراءة مختلفة ان دي حاجات تكميلية مش حاجات زي اللي قلنا عليها اني حق في الحياة حق في الحرية لو حد اعتدى على حق في الحرية لان اروح المحكمة اشتكي لان ده حاجات ما يفعش حد اعتدى عليها لكن الحاجات حاجات تكميلية هي اه لازم تتوفر لي بس ما يفعش نفتح الباب انك تيجي تقاضيني عليها انا كدولة او كافراد فهم الفكرة ايه فده بنسميها برو جرامي رايتس مش هتلاقي فكرة البرو جرامي رايتس او البرو جرامي رايتس دي مش موجودة بالاسم ده بشكل مباشر الاسم بتاعها حاجات تانية ومضوع كبير مهم يعني ان نعتبرها عندنا البرو جرامي رايتس او البرو جرامي رايتس هي الحقوق اللي هي ايه تكميلية اللي زي البرو جرسيف كده الحاجات اللي تقبل انها تتطور بشكل تدريجي فلو فتحت امام انك تقاضيني عليها تدخلني المحكمة بسببها المطالب السياسية تهدف الى حاجات من الدولة فالبوزيتف ده حلو على سبيل المثال انها تتطور فكرة التوظيف او توفر لي صحة جيدة مستوى جيد من الصحة مستوى اجتماعي من الامن كويس الحاجات دي على ارض الواقع المحاكم قالت انها غير قابلة للتطبيق مش هنقدر ندي امكانية ان اي حد يخش المحكمة عشان طالب شوية حاجات تكميلية ويقاضي الناس عليها ده مش ينفع عشان كي باختصار تطبق في الغالب على حاجات السيفل والبوليتيكال رايتس فقط لو انتهجت تيجي تاخد حقك لكن في الحاجات اللي هي حاجات النيجاتيف لكن في البروجرامي رايتس او الحاجات اللي هي الايكونوميك الكالشرا للسوشيل اي حاجة تكميلية ملكش انك تيجي تاخد حقك من المحكمة حتى الان ده شيء غير قابل للتطبيق صعب مش بنقول نحبش عايزين هو صعب شنا ده نحكمه والخلاف فيه هيرجع الى الحرب الباردة الخلاف في القضية دي ده ملخص النقاط اقرأهم مع نفسك عشان ما نطولش اخر حاجة خالص سبل التعويض اخر حاجة خالص في الدرس التعويض لما الراجل اللي تم اعتداء على حقه ده راح المحكمة بتاعت عمل ريكورس عمل لجوء لمحكمة اللي هي الرمدي اللي قلنا عليها دومستيك او انترناشنال حاجة محلية او حاجة دولية وخذت له حقه حقه ده بقى ممكن يبقى ايه ممكن هياخد حقه ازاي ازاي هنعوضوا ايه سبل التعويض حق الضحايا ضحايا الانتهكات حول الانسان ان هم يتعوضوا بعد انتهكات حقوق الانسان التي وقعت عليهم فيقدر ياخد حقه بخمس طرق خمس حاجات ودول هجولك في امتحان وحط لك عليهم خمس اسئلة انا دلوقتي اول طريقة اول حاجة اسمها ريزيستيوشن ايه ريزيستيوشن ان انا بالبلدي ايه افرج عنه ارجع له الممتلكات بتاعته اعمل عمية استرجاع ريزيستيوشن معناها استرجاع استرجاع يعني ايه مثلا يعني لو تم اعتداء على بعض السجناء المتهمين اللي هم مش ما سابدش عليهم التهمة اصلا لو تم اعتداء على حقهم مثلا في التعذيب او بالاستعباد او بالمعاملة غير الادمية افرج عن المتهمين دول طبعا ده تحت ادارة او تحت اشراف المحكمة محكمة التي تعمل كده مش انتا هي تقدر الموقف حلو او مثلا لو متهم تم الاعتداء اصلا على حقه في الحرية حلو وثبت ان هو مظلوم لازم ان يفرج عنه على طول release of detainees لازم ان يتفرج عنه اول حاجة ارجع له ايه اللي خدته منه انت ماشي في الشارع حبسوك من غير اي وجه حق طب او اشتباه دخلت المحكمة وعدت عشر تياب اتثبت انك بريء ينفع اكمل في سلب حقك في الحرية لا اول خطوة عشان ارجع لك حقك ارد لك كرمتك ارجع لك ايه حقك الحرية اللي خدته منك يبقى اطلق صراحة المتهمين release of detainees وايه تاني resistitution of property property هنا معناها مش معناها خاصية معناها ممتلكات انها ارد لك ممتلكاتها لو واحد مسلا سرقك اول خطوة يرجع لك اللي سرقه منك اول خطوة يعملها احنا كناس ايه محكامة بقى ولا حد بيرجع لك حقك اللي هو الريمي دي يعني طب دي اول نقطة الاسترجاع ارجع لك اللي اخدته منك سواء حقك في الحرية لو انت مسجون او حقك في الممتلكات لو انت ايه اتسرقت او غيره يعني الحاجة التانية اراضيك بالبلد دي كده الارضاء satisfaction satisfaction يعني ان انا اراضيك اراضيك ازاي لو اهنتك في مكان ما او انت اتهنت في مكان ما او اتهمت بتهمة باطلة في مكان ما اروح اعتذر لك فيها او اجيب الشخص دي اعتذر لك فيها انك انت مكنتش متهم فيها ان انا مثلا جيت في مكان عام واتهمت واحد بالسرقة ما ينفعش بعد ما هو يتصفت انه بريء المكان دي يفضل عارف انه حرامي لا اروح هناك واسبت برقته فبنسميه public apologies public apologies يعني اعتذارات قدام الناس كلها في العامة في المكان اللي انتهاك تحقق فيه بعدها truth commissions او ان انا اعمل لجان تقصي للحقائق عشان اجيب لك حقك او اعرف حقيقة الامر واشوف مين اللي انت ارتكب الجريمة دي في حقك وعقبه وكمان اعمل criminal investigations تحريات ضد الجريمة عشان اجيب الناس اللي اجراموا اللي هم البربيتريترز اللي انتهك وحقق الانساني ده وعقبهم ده كله ينترك تحت satisfaction يبقى ارجع لك حقك resistitution دي اول طريقة من طول التعويض بعدها اراضيك بالبلد كده اعتذر لك قدام العامة اعمل لجان تقصي حقا اجيب المجرمين اللي عملوا كده ووريك وما بيضع عقبه جميل الحاجة التالتة rehabilitation rehabilitation معناها ايه بيقول لك legal medical psychological rehabilitation اننا اسمها ايه اعادة التأهيل اعادة التأهيل يعني اعادة التأهيل حصل لك اي ضرر نفسي او معنوي اصلي مادي او معنوي ارجعك للوضع اللي كنت عليه اعمل اعادة تأهيل لك لو اتضربت اعالجك ادخلك مستشفى لو اتقزيت نفسيا اعالجك نفسيا عشان ارجعك الاتزانة فدي كلها سواء من ناحية القانونية لو انت مثلا اتهمت انك اسمه ايه انك مجرم وثبت انك بريء ارجع حالتك القانونية اللي كانت عليه اعمل اعادة تأهيل لها rehabilitation من ناحية الطبية ادخلت اعالجك من ناحية السيكولوجية النفسية ادخلت اعالجك من ناحية السوشيال سمعتك بوزط ارجعلك السمعة دي مطرح مكانة يبناخد تدابير قانونية وطبية او نفسية او اجتماعية to help victims recover عشان نساعد الضحايا ان هما يستعيدوا حياتهم مرة اخرى على سبيل المثال نعمل مراكز للتأهيل من التعذيب تعالج الناس اللي تعذبوا بالظلم او العصابات عذبتهم او الجامعات المسلحة عذبتهم فدي كلها بنسميها rehabilitation او اعادة التأهيل compensation التعويض التعويض يعني ايه بيقولك indemnification indemnification for financial or non financial damages دي او المالية وغير المالية لو اتخذ محلك لو اتخذ فلوسك لو اتخذ اي حاجة كل الاضرار دي لازم نعوضك عنها ماليا اديها لك ان انا خلاص انا انا اللي انت لجأت لها انا سبل الانتصاف اللي قلنا عليه اخر حاجة ان انا اضمن لك guarantee of non recurrence اضمن لك عدم عودة هذا الظلم مرة اخرى او عدم حدوث هذا الانتهاك عليك مرة اخرى اضمن لك انا ده ان انا حبثت المتهم ان انا انا ازبطت المؤسسة اللي عملت لك كده واخليت الشغل فيها بقى كويس الى اخرية فباخد بعمل تغييرات قانونية legislative وadministrative تغييرات ادارية حلق وdisciplinary measures وتدابير تأديبية اللي عمى كده بعقبه وبزبط الموضوع وبحط قوانين في المكان تمنع حدوث هذا الانتهاك للحق الانساني مرة اخرى فدي كلها الخمس حاجات دول هوا بنسميهم ايه ده دي وظيفة الريم دي او صبه الانتصاف بتاخد لي حق ازاي بترجع لي اول حاجة اللي تاخد مني سواء حقي في الحرية او حقي في الممتلكات بتراضيني تروح تعتذر قدام الناس تعمل لجاندة قصة حقاك تجيب المجرمين ده مستسفاكشن بعد كده بتريه يعني بتدأ تعيد تأهيلي من ناحة الجسدية والنفسية والطبية بعد كده بتعوضني ماديا من ناحة المالية او غير المالية عن اي اضرار حصلت بتضمن عدم حدوث ده مرة اخرى كده ده الخمس حاجات هم وربعضهم كده الدرس خلص ده ملخص الدرس كله 28 نقطة حاجة تفهى قوي والله لو قلتهم اتلاحس ان هنا ايه حكاية قصة الاسئلة مفوضة لما 50 سؤال بس انا مش كاتب غير 37 فهكتب هنوصل لحد 37 وبقى ايه وبقى اكتب الان البقين وبقى نرجع تاني اول حاجة لو انت جايد لقتي بتحل الاسئلة بس من جريب تسمع الشرح فطبيعي مش تفهم اي حاجة لان انا بفترض نكس سمعت الشرح فبنجز ايه الحاجة اللي بتتطلب من الحكومة ان الدافع عن الافراد ضد اي اعتداءات عليهم تدافع يبدأ يبقى هي عايز تعمل حاجة تدي لك حاجة اوضبط منها يبقى فلوثمت لو سمعت الشرح فانت مش حتاجة اقول لك ليه اصلا كده هعيد الشرح من جديد ايه الحاجة اللي تتطلب من الحكومة عدم التدخل يبقى هي نفسها ما تأذنيش ده اللي هو الاسبكت طيب ان الحكومة تحمي حق الاطفال في التعلم من الاطراف الخارجية ده اسمه ايه تحميك من اطراف خارجية لو من نفسها يبقى ريسبكت لو بتكمل وتحسن في الوضع بتاع الحق الانساني ده وانك تاخده بأكمل شكل ده بنسميه فلفيلمنت فهنا بيقول لك لو البوليس المفروض ما هيقتلش حد يبدأ ايه بيحترم حقه في الحياة يبقى ريسبكت انت خلاص فكر الشرح طيب عملية ختاني الاناث او اللي هو لما نجي نمنعها حكاة بنمنع ايه بنمنع اطراف خارجية انها تأذي البنات وتنتهج حقهم في الصحة او حقهم في الحياة او حقهم في الكرامة الاخري فده كله مندفع عن الحق ضد منتهكي من غير الحكومة ده بنسميه بروتكت بالفهمة ولا حفظوا لأي حاجة لو حاولت اعدل مستوى الصحي وارفع عدد المستشفيات بعمل ايه عملات تحسينية وتكملية يبقى ايه فلفلمنت على طول شفت الكلام سهل ازاي طب لأ بوسمي غير مقرأ السؤال حتى ده بمطوبقة سهل لو المؤسسات بعيد الدولة حطت عملت امبليمنتيشن او طبقت بعض السياسات زي الاستصلاح الزراعي بوس مش اكمل استصلاح زراعي بقى الدولة عملت حاجة بوزيتف اهو مش بس ما ازتنيش ولا بس خلت غيري ما ازنيش لا ده هي اديتني حاجة ايجابية يبقى كده بتديني بتخلي المستوى بتاع المعيشة يبقى احسن حتى في كلمة اللي قتلك عليها هو يبقى ده على طول فلفلمنت مش ماتحاجة لو المؤسسات دي او المؤسسات الدولة بيقولك هل هي لازم تتدخل في عمليات عمليات التصويت لا طبعا ده لازم ما تدخلش لازم تحترم حق المواطن في التصويت يبقى الإجابة طبعا هنا يعني يعني اي اختيارات يعني يعني لو اخترت مي بي ده هيكون في دماغي ايه والله يعني ايه اللي ممكن يكون مي بي مش عارف والله مهم هل المؤسسات الدولة لازم تقيد حق الانسان في الصحة اكيد طبعا لا ده لازم لازم تحترم حق الصحة فالإجابة طبعا فلس بعد كده بيقولك ايه الحاجة مين اللي مش لازم اللي ماينفعش ياخد حق اللي يكون قدامه ساسبكت او متهم وعشان يمنعه من الهرب يقتله الشرطة مينفعش تعمل كده الشرطة مينفعش تعمل الفعل ده خالص السؤال مينوش تازمها فالإجابة بوليس الحكومة لازم توفر طرق لإيجاد التعليم الاتدائي المجاني للجميع والتعليم الثانوي ومش عارف ايه دي كلها حاجات على ايه دي كلها حاجات تكميلية بتطور نظام التعليم لكن لما قولك الحكومة مينفعش تأذيني في التعليم يبادئة ريس بيكت طب مايفعش تخلي غير يأذيني ده بروتيكت لكن هنا بتطور النظام التعليم يبقى اسمه فولفيلمت بيقولك اي اه 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 اي اه 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 حقوق الانسان سببت ان الدولة ملتزمة بكم حاجات بالترى حاجات دول وولله الحاجات ده تيجي في امتحان فالإجابة قول فدي التزامات الدولة أتجاه حقوق الإنسان. أول كلمة قلناها في الدرس. ما هي الحاجة التي تعني أن الدولة ملزمة. أنها تبتعد عن التدخل في هذا الأمر. لا تؤذني فيه. هذا هو obligation to respect. ألف فيه في درس هؤلاء. أنه obligation. يشمل منع حدوث الحاجات. بواسطة الحكومات. منع حدوث الأحداث الضرّة. بواسطة الحكومات التي تؤذني في حقوق الإنسان. الحكومة لا تؤذني في حقوق الإنسان. هل رأيت الكلام كيف؟ حسناً لو نفس هذا السؤال. قمت بتشعيل لك. وخليتها بقى ثرد بارتيز. بقى تبروتكت. أنهو حق أو أنهو التزام. الذي يجعل الحكومات أو الدول أو الستاتس. تمنع تحمي الأفراد. من الاعتداءات. بواسطة الناس غير الحكوميين. يعني تحميني من حد. يبقى ده اسمه إيه؟ obligation to protect. أنهو obligation. الذي يجعل الحكومة ملزمة. أنها تأخذ positive action. فلفيلمنت. ده ميزتي اللي بيذكر صح. أنت خلاص فهمت خلاص. دور الفهم خلص دلقتي. دور دلقتي بقى تتمكن. تحل بسرعة وتنجز. الفهم شرحناه خلاص. حق الأطفال في التعلم لازم يتم حفزه بواسطة الدولة من التدخل والتلقيم بواسطة أي أطراف خارجية. أطراف خارجية. الدولة بتحميه منها هي protect على طول. يبقى obligation to protect. الحكومة لازم تريد. تحترم وتقدر. حق الأيباء في أنهم يبنوا مدارس خاصة. وأنهم يضمنوا المستوى التعليمي للعالم يخدوه وفقا لمعتقداتهم. يبقى الدولة بتحترم. يعني بتقفى الساكتك تقولها إيه؟ برحيك وعايزين تتعلموا. اتعلموا أنتم عايزين. أنا ليس بمنعة. أنا ليس أتدخل. تنتلع من التدخل. يبدأ إيه؟ ومنطقة جدا كمان. الحكومات لازم توفر سبل للتعليم المجاني. سبل. توفر. تدي. يبقى fulfillment. بعدها يقولك البوليس لازم يحقق في الجرائم عشان يوصل لل ويقدمهم للمحاكمة. يبقى طالما هو يتعامل مع طرف ثالث. اللي هو المجرمين. وعايز يقدمهم للمحاكمة. يبدأ بيدفع عني. على طول ما تفكرش. طبعا يتعامل جبسلة مجرمين. منتهكين الجرائم الاخري. على طول. بعدها يقولك الدولة لازم تقدم بوصدف اكشن. ما تكملش. السؤال مختلف. بس أنا مش أكمل. انت فهمت المبدأ. من فكرة. البوليس لازم ما يعذبش. وهو بيستجوب المساجين. ده بنسميها انه ريسبيكت. هو نفسه ما يعذبش. هو الدولة. ما تعذبش الناس. ويبتدقي بتستجوبهم. بعدها بيقولك الدولة لازم تنظم الانتخابات نازيهة وحرة. عشان تضمن ان عدد كبير المواطنين يتشارك. بص هي بتعمل حاجات هي. بتنظم انتخابات. بتعمل مش عارف ايه. بوزيتف اكشن. لكن مش بقولك الدولة ما تدخلش في الانتخابات. ما تدخلش دي بقى ريسبيكت. طب تمنع الغير ان يدخل. لكن هنا بتعمل حاجة. بتعمل بوزيتف اكشن. شفت الكلام واضح ازاي. طب لازم ما تمنعش حق الصحة. مش هكمل خلاص. لازم تبتعد عن اي اجراءات تؤذي مش عارف ايه. يبقى ريسبيكت تبتعد هي. بتكفى اذى نفسها. طب لازم تحط بوليسيز او سياسات. ده قلناها السؤال ده قلناها بكده. زي استصلاح الزراعي عشان تضمن توصل لمستوى جيد من الطعام. يعني بتعمل بوزيتف اكشن هي بتعمل استصلاح زراعي. بتقدم للناس حاجة تطور من مستوى تناولهم للحق ده. حق الانسانية. حق الصحة لا يضمن الصحة للجميع. ولكن استنى. هل ده يعني؟ معنا ان الناس مش كلها تاخد نفس مستوى الصحة اللي هو كويس جدا ده. هل ده معنى الدولة تقعد بقى تلان في البيت ومتعملش اي حاجة؟ لا طبعا فولس. بيقول لك هل ده يعني ان الدولة استابلش and maintain public health system؟ لا. مش is not. ايه اه ده اللي بتخناها في جزئية الـ مش معنى ان الناس كلها مش مش هتتعالج في وقت واحد ان الدولة تبطل. لا تبدأ بالمستوى الاساسي. تحاول تعمل نظام عام صحي. ايه الحاجة اللي بتعني ان الحكومة لازم تحط اهداف ومعايير عشان ايه؟ عشان توصل بشكل متدرج انها تحسن النظام الصحي. يبقى تحسن النظام الصحي بشكل متدرج ده بنسميه progressive realization. يعني هيجي لك المتحان سدقني. طيب بعدها what compensatory اللي هو اللي هو ايه؟ اللي هو تعويدي. compensatory. جاي من compensation. compensatory rights اي الحقوق التعويدية القاتية لازم تطفر لل للضحايا بتوع انتهاكات حقوق الانسان. لازم اوفر لهم عامية استرجاع لما تم انتهامه منهم. الان احنا قلناه في اول واحد من الخمسة. بعدها ان انا اعوضهم عن اي اضرار مالية او غير مالية. وان انا اعيد تأهلهم من ناحية الجسدية والطبية والنفسية. وان انا اضمن عدم حدوث ده مرة اخرى. بقى قول. كل ده يعتبر حاجات تعويضية حق تعويضي. يجب توفيره لمن تم تعرضه لانتهاجات. لازم المؤسسات تحط قوانين وتاخد اجراءات تمنع بها مصادر القوة او الناس اللي معهم قوة ان هما ايه ينتهكوا حق الطعام. ده من ساميه ايه حاجات فيها بريفينت. فيها بيمنعه الغير ان يعمل الغلط. فده من ساميه بروتيكت. بيمنعه الغير ان يعمل الغلط او ان يعتدي على الحق. بروتيكت. لو بتمنع الحكومة نفسها يبتحترم. لو بتحسن الجودة يبقى بلبيت تفولفيل. لازم الحكومة تاخد اجراءات قانونية وإدارية او تدابير قانونية وإدارية عشان تعمل ايه? عشان تقلل بشكل متدرج. على طول على طول فولفيل ما تكملش. بشكل متدرج تقلل وفيات الاطفال والوافيات الاخرى وتكافح الاسباب اللي بتقدي لعملات الموت الاطفال. فده كلها تحسين في جودة الحق الحياة. فده من ساميه انه هو فولفيل. منحسن في جودة الحياة. فهي من فكرة. هي هنا مش تقولك انا مش اقزي حد. لا ده بتقولك انا اخد اجراءات احسن بها الوضع. بشكل تدريجي. هو ده السؤال اللي هو هو. يقولك لازم الدولة تدرب زباط الشرطة انه على طرق جديدة مقبولة في استجواب المساجين. تدرب يعني بتعمل positive action اهو. مش بس بتمنعهم ان يعملوا الغلط. لا ده بتديهم حاجات حلوة يعملوها. يبقى ده ايه تطوير. طيب هنا بيقولك الحاجات اللي احنا الدولة بتاخد فيها. اللي هو principle of progressive realization او اللي هو مبدأ الاصلاح التدريجي. بيطبق على على الحاجات اللي فيها التدابير اللي فيها التزامات ايجابية فيها عطاء. سواء عطاء بالحماية او عطاء بشيء تطويري في الحق الحق الانساني اللي حب نتكلم عنه. ده اللي هو ايه بيشمل ايه. الحاجات اللي هي to protect to fulfill. لكن هلأ انا محتاجة اطبق مبدأ الاصلاح التدريجي او اللي هو progressive realization. في الrespect لا طبعا الدولة بتحترم من اول وهلة. لكن بتبدأ تطبق فكرة الحماية وفكرة التطوير بشكل تدريجي. فالاجابة protect و fulfill اللي هي both b and c. يعني كي يقولك to a هو اللي بيعني امكانية انك تلجأ لجهة عليا هي اللي تجيب لك حقك لما يتم انتهاكه. ده بنسميها obligation. هل ده حق الاحترام؟ لا طبعا. ملوش دعوة. هل ده حق لا برضو. ده حقك في ان يبقى عندك domestic remedies. التزام الدولة في ان تقدم لك سبل انتصاف. تاخد لك حقك لما الحق ده ينتهك. ملوش دعوة بالrespect ولا بالprotect ولا بالfulfill. ال 3 دول قبل ما الحق ينتهك. بيحترموا الحق. الدولة تحترموا. ومن تقزكش فيه. تمنع لغير ان يقزك فيه. تحاول تطوره. لكن لو انتهك بالفعل. لازم نقفه domestic remedies. ده بنسميه obligation to domestic remedies. أو to provide domestic remedies. التزام الدولة بتوفير سبل انتصاف قانوني. طيب بعدها هنا بيقول لي. which of the compensatory rights. اي من الحقوق التعويضية الاتية. اللي بتتعلق بايه. اللي بنعطيها للضحايا بتوع انتهاكات حول الانسان. تشمل ما يأتي. يعني انه حق من الحقوق. احنا قلنا ان ما بنيجي نعوضهم. من اديهم حاجة من خمسة. من اديهم خمس تعويضات. خمس طرق للتعويض. قلنا الresistitution ان انا ارجع له الممتلكات بتاعته. سواء حقه اللي انا نهبته منه خلاص. حق الحرية حقه في الفلوس الممتلكات اللي اتخذت كل ده بنسميه resistitution او ارجاع. وكمان compensation. انا عوضه من احنا المالية او غير المالية. لو اتخذت منه حاجة. اعادة التأهيل بأهله مرة اخرى من احنا الجسدية. او النفسية لو تم لو حصل ضرر له. وبضمن له عدم حدوث ذا مرة اخرى. وكمان برضيه بروح في الاماكن العامة احتزير له. وبجيب المجرم العامة كده وبحسبه قدام القانون الى اخره. يقولك اي واحد من دول بقى اللي تعريفه عبارة عن ايه. او بيحصل فيه القاتي يعني. او هي تعويض. للأضرار المالية وغير المالية. ده اللي هو compensation او التعويض. هو نفس الكلمة اصلا. طيب نفس السؤال اي مماتي من الحقوق التعويضية اللي بنقدمها للضحايا. معناها ان انا بطلق صراح المحتجزين. اللي اثبت ان هم تم انتاج حقهم اصلا. ان هم ايه حقهم في الحرية. اتخذ ظلم. سواء عصابة مثلا اختطفتهم او غيره. فانا باطلق صراحهم. دي اول نقطة. او رجع له ممتلكاته. انا ممكن اشيل دي وحط حاجة تانية. بس ايه كانت واضحة زي الشمس. اللي هي استرجاع. بعد كده. ايه الحاجة اللي انهو حق من الحقوق التعويضية. اللي هو عبارة عن انا بروح اتزرله في الاماكن العامة. واعمل لجان تقصر الحقائق. واعاقم المجرمين على الانتكات اللي هم اعملوها. بجيب له البربتريترز وكلام ده. ده بكرمه. برضيه يعني. بجيب له. بجيب له. يقول لك الرجل بتراضى. لما يشوف اللي ظلمه ايه. بياخد جزاؤه. فالاجابة ايه. بعدها هنا بيقول لك اي من الحقوق التعويضية القاتية. اللي بياخدها الضحايا بتعويض الانسان. اللي بتكون متعلقة ايه. اللي هم ناخد فيها تدابير اجتماعية ونفسية وطبية. عشان نضمن ده ان هم يتعافوا من الموقف اللي مروا بي. زينا هنعمل مراكز لمعالجة اثار التعذيب. فنسميها اعارة تأهيل. فالاجابة C. فكده جئنا كلوا يعطمار. ممكن بس تحط إيه. بس تскую simult比 stalker. يسمى أنه الموضوع ما يدعى مرة اخرى. كده كل الاسئلة هيجب. هناك قط solution لهم 50 سؤال والله بس قد قمت برادة الوقت يعني. مريدي ديو والله الا. وكتب لي في التعليقات لو انت وصلت لهذه اللحظة اقول لي كده انت اي رأيك بس انا والله ما عنديش بديل اخر فانا اقسف جدا واتمنى التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقابل الدرس الجهي